موسيقى بنصبح الله حضراتكم صباح الخير على كل المصريين يشوفون على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا مصر صباح الخير يا شب صباح الخير عليك يا دينا وصباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا باجتماع عملته الحكومة برئاس الدكتور مصطفى مدبولي لللجنة العليا للحج وده كان بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين من الوزرات المختلفة المعنيين ولليهم دور كبير جدا في تنظيم موسم الحج طبعا هذا الاجتماع هدفه الأساسي والرئيسي هو أننا نخرج بموسم حج مريح مريح لكل الحجاج إن شاء الله اللي ربنا هيوعدهم السنة دي إن شاء الله ويروحوا يزوروا بيت الله وطبعا الحكومة مهتمة بتوفير كل حاجة للحجاج عشان كده بدأ بالفعل في تجهيز والاستعدادات للموسم من دلوقتي أعتقد أننا لسه بدر يدينا بس نستعد من دلوقتي وده أحسن طبعا عشان ما نتعرضش المواقف اللي يمكن حصلت في موسم الحج السنة اللي فاتت وناس كتيرا كانت متضررة من المشاكل اللي حصلت في عدم التنصيق وكمان من الشركات اللي كانت غير مؤهلة بشكل كبير إنها تنظم رحلات الحج لكن بالفعل رئيس الوزراء بالبارح أكد في الاجتماع إن الهدف هو إن الحكومة عايزة تضمن الراحة والخدمات الكاملة لكل الحجاج كمان أشار لأهمية التعاون مع السعودية علشان موسم الحج يطلع بأفضل صورة ممكنة وده شيء ضروري جدا بيتم وحصل بالصورة الأفضل ليه علشان أمان وراحة حججنا طبعا كمان وزارة الصحة كانت حضرة الاجتماع دكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة أكد إن الوزارة هتوفر رعاية صحية لكل الحجاج ده غير طبعا التنسيق اللي هيتم مع المملكة العربية السعودية في تجهيز كل الأمور الصحية بالفعل كمان شازني مش بس كده وزير السياحة كمان أكد إن فيه تنصيق مستمر مع السعودية والشركات المصرية وكمان هيتم تنظيم برامج حج تناسب كل الفئات يعني سواء كانت خدمات فخرة أو برامج اقتصادية بالفعل الحكومة كمان بتفكر في كل المستويات وده طبعا مع التحذيرات المستمرة من التعامل مع جهاد غير رسمية علشان الناس ما تتعرضش لأي مشاكل بنتمنى طبعا الخير والسلامة لكل الناس ويا رب يوعد كل الناس اللي نفسوهم يكونوا في موسم الحج السنة الجاية بإذن الله يكونوا على عرفات يا رب بجد من أمنياتي السنة الجاية إن شاء الله في 2025 جميعا يا رب مرة تانية بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر قبل ما نبدأ أخبارنا وفقاراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة خلونا نروح لمحمد عبدو نتعرف منه على آخر أخبار التقس وكمان المرور في القاهرة والمحافظات صباح الخير عليك محمد صباح الخير عليك يا شازلي صباح الخير عليك يا دينا صباح الخير يا محمد صباح النور نروح معاكم ومع مشاهدينا نتابع كده أخبار المرور والتقس والبداية مع أحوال المرور هنبدأ مع حضراتكم من شارع رمصيس اللي بيشهد كثفات مرورية الوقت الحالي بمكملة معنا لحد مدان اللعب سين لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي هناك أيضا كثفات نسبية لو رحنا عند كبري الجلاء هنلاقي برضو سيولة مرورية مكملة معنا لحد طريق العروبة بيشهد نفق الأزهر انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم لمدان الأوبرا والعكس اللي كنش مع حضراتكم من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد ومن أثر النبي حتى الأصر العيني في كثفات مرورية كمان بمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن مختلفة من مدينة نصر في الإشارات والميادين طبعا في بعض الكثفات المرورية المتوسطة في ميدان التحرير وروكسي وميدان المستشار هشام بركة نروح مع حضراتكم لمحافظة الجيزة حلاء ان الشارع فيصل بيشهد كثفات مرورية شارع الهبرم كمان بيشهد كثفات مختلفة الشارع الرئيسي بيشهد أيضا تباطؤ كبير في حركة السيارات بدأت تظهر في بعض الكثفات في منطقة مشعل وكمان فيه كثفات كبيرة من شارع العشرين لحد الطلبية المتجه كمان لكبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين بالنسبة لطريق المحور في كثفات مرورية بسيطة قبل محور ميدان لبنان أما المتجه إلى أكتوبر حيكون في سيولة مرورية نروح لشارع السودان أمام محطة مترو الجامعة بتظهر دلوقتي كثفات مرتفعة من اللي جاي من كبري فيصل لمناطق الدقي بتظهر كمان كثفات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التبجه لمحور عرابي كمان الكبري عباس والجامعة وكبري الجيزة المعدني بتظهر فيه كثفات متوسطة بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بيشهد محور عرابي كثفات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى حي المهندسين وكثفات كمان بمحيط كبري عرابي بسبب بعض الإصلاحات هناك ناخد بالنا أن الطريق الدائري للقادم من المنيب فيه عملية غلق بداية من يوم الجمعة النهاردة ان شاء الله واللي فاتت وفيه كمان تحويلات مرورية لتعاملة للمتجه المريوطية والمتجه كمان للطريق السياحي ناخد بالنا كويس المنطقة دي تحديدا فيها بعض الإغلاقات عشان الإصلاحات المستمرة فيها نروح مع حضراتكم لمحافظة أسيوت قدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة معنا لحد جامعة أسيوت ولما نوصل هناك هللاقي كثفات مرورية بتبدأ تظهر مكملة معنا لحد شارع المعلمين وبتقل تدريجيا لحد الطريق الدائري في المحافظة في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوت من محافظة أسيوت للإسماعيلية ولو بدأنا مع حضراتكم الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6 طريق الإسماعيلية الصحراوي كمان بيشهد سيولة مرورية للقادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الأقليم لكن الطريق الزراعي في بعض الكثفات المعتادة في مثل هذا التوقيت خلونا نستعرض مع حضراتكم كده في جولة سريعة أحوال التقس النهاردة إن شاء الله بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم تقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخر الليل في الصباح الباكر كمان حار نهارا على أغلب الأنحاء درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 32 درجة وأقل درجة في محافظة مطروح 28 درجة أسوان العظمى فيها 38 هنتبع مع حضراتكم التقس بالتفصيل بعد شوية خلونا نبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت إمبارح من بينها إمبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اللقاء شهد تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية الرامية للتهدئة في المنطقة كمان إمبارح أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي بالرئيس التونسي قيس سعيد لتقديم التهنئة بمناسبة إعادة انتخاب رئيسا للجمهورية التونسية الشقيقة أخبار كتير حصلت إمبارح من بينها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية الرامية للتهدئة في المنطقة وتم تأكيد موقف الدولتين السابت بشأن ضرورة تكسيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية لإنقاذ المنطقة من أزمة إنسانية واسعة النطاق كما تم التجديد على أن الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 67 تعد الضامن الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار المستدمين في الإقليم مع تأكيد خطورة مسار التصعيد العسكري الذي يزيد من تعقيد الموقف ويدفع نحو احتمالات تهدد على نحو جدي الأمن الإقليمي ومقدرات الشعوب بالمنطقة إن برح أيضاً اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطورات إنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية في مصر في إطار تنفيذ المحاور المختلفة لإستراتيجية مصر الرقمية وللبناء على قيام مصر بافتتاح مراكز البيانات العملاقة في إبريل الماضي وتابع الرئيس في هذا السياق جهود الحكومة لتوفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات العالمية للاستفادة من التقدم الجاري في البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية في مصر وفي ظل ما تليد دولة من أهمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور عمري طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أحمد الشازلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة إن بارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي بالرئيس التونسي قيس عيد لتقديم التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التونسية الشقيقة معرباً عن خالص تمنياته للرئيس التونسي بالنجاح والتوفيق في أداء مهامه خلال فترة رأسته الجديدة وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهم المشتركة فضلاً عن استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين تجاه التصدي للتحديات التي تواجه الأمن القوم العربي إمبارح التقى الدكتور مصافة مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لمتابعة عدد من ملفات العمل واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بتأكيد الأهمية البالغة التي تمنحها الدولة المصرية لتطوير بنيتها التحتية الفضائية من خلال الاستثمار المكثف في رأس المال البشري والابتكار العلمي بما يعزز من مكانتها على الساحة الفضائية الدولية ويدعم تطلعتها الوطنية إمبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع نفذ التجربة مصر عشرة بمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية وعدد من ممثلي الوزرات المختصة والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر المصري تضمنت التجربة تنفيذ سيناريو واقعي لعملية إنقاذ عبارة تعرضت للغرق وعلى متنها 250 فرد من جنسيات مختلفة أثناء بحرها قبالة السواحل المصرية بنطاق محافظة البحر الأحمر وحيث تلقى مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع إشارة استغاثة من العبارة الجانحة بعد استضامها بالشعب المرجانية وعلى الفور تم الدفع بطائرة من طرازها الأجستا وعدد من القطع البحرية أعلى متنها أطقم البحث والإنقاذ والأطقم الإدارية لموقع الحدث للتعامل الفوري مع الحادث باتباع كافة إجراءات ونظم السلامة العالمية في مجال البحث والإنقاذ أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات في محافظة شمال سينة تم إنشاء نقطة طبية أبو خويتر بالشيخ زويد أما في سهاج فتم تركيب 183 ألف قطعة مياه موفرة بدور العبادة والجهات الحكومية وفي الغربية كمان جمعت طنط أطلقت قافلة أموية بمركز زفتة ضمن مبادرة بداية وفي المنوفية تم افتتاح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة من مستشفى منوف تفاصيل أكتر هنعرفها من خلال تقارير الجاي أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات في محافظة شمال سينة أعلنت مديرية الشؤون الصحية إنشاء نقطة طبية في حي أبو خويتر بمركز الشيخ زويد وبيأتي هذا التوجيه ضمن خطة تستهدف إعطاء الأولوية للمناطق النائية والأكثر احتياجاً لضمان تقديم الرعاية الصحية الضرورية لسكان هذه المناطق والهدف من إنشاء النقطة الطبية هو توفير الرعاية الطبية الأساسية بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة في سهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب عن تركيب 183 ألف قطعة موفرة للمياه بالمساجد والكنائس والجهات الحكومية ومقرات الشركة وللعملاء بهدف ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة محافظة المنوفية افتتاح وحدة الأشعة المقطعية متعدد المقاطع بمستشفى منوف العام بتكلفة تزيد عن 20 مليون جنيه لخدمة المرضى والذي يعد من أحدث الأجهزة الطبية بالدلتة ويتميز بفحص شريان القلب وتشخيص أورام الكبد وجودته التكنولوجية الحديثة في التقاط الصور بما يساهم في سرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى في الوادي الجديد وزعت مؤسسة حياة كريمة بمركز الفرفرة عدد من كاراتين الحماية الاجتماعية على الأسر المستحقة بمدينة الفرفرة وفقاً لأبحاث تم إجراءها بدقة لضمان وصول الصناديق للمستحقين الفعليين لها وحيث يحتوي كل صندوق على مواد غزائية من رز ومكارونا وزيت وسمن وفصولية وعتس وفول وملح وغيرها من المستلزمات مما يسهم في تلبية احتياجات الأسر اليومية حلقت في سماء الأقصر من أرض مطار رحلات البالون الطائر 40 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 800 سائح من حول العالم وبتحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح في البر الغربي في المينيا نفزت مدرية الصحة قافلة طبية مجانية على مدار يومين بقرية منشأة المغلقة بمركز ملوي أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1382 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين وده مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات شهدت محافظة الإسكندرية أعمال القافلة التموينية المشاركة في فعليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وضمت القافلة عشر سيارات لتقديم الخدمات التموينية للمناطق الأكثر كثافة سكانية والأكثر احتياجاً وشملت القافلة سيارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية محملة بالسلع الغذائية مخفضة الأسعار وسيارتين لصرف السلع التموينية للمواطنين بالبطاقات التموينية وسيارتين لبيع اللحوم المجمدة ومصنعات اللحوم وسيارتين لبيع الخبز المدعم بالبطاقات التموينية وسيارتين لبيع الخضار بأسعار تنافسية أعلنت محافظة أسوان البدء يوم السبت القادم في تنفيذ مشروع إحلال وتجديد ورفع كفائة شبكة مياه الشرب بمنطقة سحارة وجمعة أسوان لتحدثها وتطويرها بتكلفة تقديرية تصل لستة مليون جنيه وبتمتد العملية من محطة مياه سحاري حتى رافع المطار مشاهدين هنروح للفاصل السريع ونرجع لكم مرة تانية نكمل معك فقرات صباح الخير يا مصر تتوقع هيئات الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس معتدل في أول الليل مائل البرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأرحاء خلونا مع حضراتكم نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير على حضرتك يا دكتور صباح الخير على حضرتك دكتور محمد وعلى كل السادة مشاهدين أهلا بحضراتكم يعني حابين نتعرف من حضرتك على حالة الجو النهاردة إن شاء الله بالتأكيد طبعا إحنا يمكن بنشهد جو خريفي مستقر تماما على كافة مناطق الجمهورية لكن خلينا نقول إن درجات الحرارة الفترة دي تعتبر أعلى من معدلاتها الطبيعية بارتفاعات طفيفة بمعدل دكتين تقريبا اليوم تحديدا متوقع إن العظم على القاهرة تكون حوالين الـ 32 درجة مئوية بتنخفض بشكل طفيف كلما اتجهنا شمالا في اتجاه محافظات ومدن الساحل الشمالي وبترتفع أيضا بشكل تدريجي على محافظات الصعيد كلما اتجهنا جنوبا وبالتالي نقدر إجمالا نوصف حالة التقص بإنه خريفي حر خلال فترات الظهيرة معتدل خلال الساعات الأولى من الليل بمجرد غياب أشعة الشمس لكن خلال ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح البكر اللي بنسجل فيها أقل درجات حرارة على مستوى اليوم بتكون فيها الأجواء مائلة للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية خاصة المناطق اللي لها زهير تحراوي زي محافظات الصعيد ومناطق كمان من سيناء وبعض المدن الجديدة الموجودة في نطاق باقي المحافظات وبالتالي استقرار تم في الأحوال الجوية مع درجات حرارة زي ما قلنا تعتبر أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال فترات النهار على أغلب مناطق الجمهورية مكملة معنا إن شاء الله لمدة أسبوع على الأقل درجات الحرارة حول هذه المعدلات الظهيرة اللي موجودة حاليا وتعتبر هي الظهيرة الرئيسية هي الشبورة المائية اللي بتكون موجودة خلال ساعات والصباح الباكر على أغلب مناطق الشمال الجمهورية بدأت الشبورة المائية تكون كثيفة أحيانا على العديد من المناطق من ضمنها محافظات الوجه البحري والقبرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ربما تكون أقل كثافة على مناطق من شمال الصعيد وكمان بيساعد على كثافة الشبورة هو هدوء سرعات الرياح وانحفاظ درجات الحرارة خلال ساعات الليل مع استقرار زي ما أشرنا على أغلب مناطق الجمهورية وده مكمل معنا إن شاء الله لمدة أسبوع على الأقل وده بيستلزم طبعا الحذر على الطرق السريعة سواء الصحراوي أو الزراعي أو غيرها من الطرق كلنا بنحس اليومين اللي فاتوا إنه بالليل الجو بدأ يبرد شوية هل الأيام اللي جاية حتنخفض درجات الحرارة أكتر وتحديدا الفترة الليلية بالتأكيد إحنا خلاص يعتبر إحنا في داخلنا على منتصف فصل الخرير الفترة القادمة كل ما تعمقنا فيها أكتر المفترض إن المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة بتكون أقل سواء خلال ساعات النهار أو خلال ساعات الليل الفترة دي الحالية بتبدأ الصغرى على القاهرة اللي بيتم تسجيلها خلال ساعات الليل المتأخر بتكون في حدود الـ 22 درجة مئوية طبعا بتكون أقل ما بين الـ 18 لـ 19 درجة خلال ساعات الليل على مناطق من شمال الصعيد وبالتالي كل ما تقدمنا أكتر في الوقت على نهاية أكتوبر إن شاء الله وبدايات الشهر القادم مفترض إن المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة هتكون أقل من كده لكن خلينا نقول إن هي الفترة الحالية هي فترة التذبذبات واضحة في درجات الحرارة بسبب خدوث انفصال في الكتا الهوائية لا فيش تجانس في الكتا الهوائية اللي بتأثر علينا الفترة اللي جاية وده هيكون هو سبب التذبذب ما بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة في درجات الحرارة علشان كده بنأكد على المواطنين بتوخي الحظر التام من مسألة ارتفاعات وانخفاض درجات الحرارة دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بنشكرك وصباح الخير على حضرتك نتابع مع حضرتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في كافة المحافظات المصرية والبداية طبعا من القاهرة اللي بتسجل فيها العظمى 32 والصغرى 23 العاصمة الإدارية العظمى 31 الصغرى 21 اسكندرية 30-21 العالمين الجديدة 29-21 أما مطروح العظمى فيها 28 والصغرى 22 ضمياط 29-24 فورسعيد العظمى 29 والصغرى 24 أما محافظة الإسماعيلية 33 العظمى والصغرى 20 نروح مع حضرتكم للسويس العظمى فيها 32 والصغرى 21 العريش 30-20 كاترين 26-13 طابع 31-22 حلايب 31-24 شلاتين 34-25 شرم الشيخ العظمى فيها بتسجل 34 أما الصغرى 26 والغرداء 35 يروح لمحافظة الفيوم العظمى فيها 34 والصغرى 20 بني سويف 34-20 الوادي الجديد 37-23 أسيوت 35-19 أما محافظة سهاج فالعظمى فيها 36 والصغرى 20 قنى 37-21 لؤسر 37-22 أسوان 38-23 بكده نكون استعرضنا مع حضرتكم حالة الطقس في كافة المحافظات المصرية نروح مع دينا ومحمد الشازلي ونستكمل مع حضرتكم باقي فقرات الصباح الخير مصر شكراً لكم حاماً دكتور مصطفى مدبولي كمان أكد على أنهم هيتوسعوا في هذه اللقاءات الفترة القادمة وهيحاولوا يخلوا مثلاً كل لقاء يركز على قضية معينة وقال إن مثل هذه اللقاءات مهمة جداً لأنه يكون فيه أكتر من وسيلة لتواصل المجتمعي كل اللقاءات بتتكلم بمنتع الحرية وبتعرض كل وجهات النظر بما فيها ما يخالف الحكومة وهو ده الهدف من هذه النوعية من اللقاءات إن اللقاءات دي مش بتبقى يعني اللقاء من طرف واحد بيلقي والطرف الثاني بيستمع بالعكس تماماً هي الهدف من هذه اللقاءات إن احنا نستمع إلى كل وجهات النظر اللي بتصار وكل شواغل الرأي العام بمختلف توجهاتها وأفكارها واللي طبيعي إن بيبقى فيه منها اللي بيختلف مع توجه الحكومة ويبقى النقاش بمنتهى الشفافية والتوضيح لكل الأفكار والرد على كل التساؤلات اللي بتتم في هذا الشأن والحقيقة يمكن الحمد لله أنا يعني الرد الفعل اللي بعد هذا اللقاء كان بصفة عامة إيجابي جداً وده اللي بحيشجعنا إن شاء الله الفترة القادمة إن نتوسع في مثل هذه النوعية من اللقاءات ويمكن هنحاول إنها تبقى اللقاءات دي هتبقى بكل لقاء منها يركز على قضية أو شاغل واحد تحديداً علشان يبقى عندنا الفرصة إن يبقى تركزنا على هذه القضية في خلال الاجتماع ونستمع إلى أكبر حجم من الأفكار والأطروحات في هذا الشأن اللي عايزة أطمن حضراتكم وطمن كل القامات اللي حضرت وشرفت بلقاءها المرة اللي فاتت إن كل ما أثير يعني تم كتبته وتم أخذ بيه كل الملاحظات وإن شاء الله بإذن الله يعني حنحاول إن إحنا نترجمه على طول لخطوات تنفيذية في هذا العمر الأهم يمكن اللي استفدناه من هذا اللقاء أيضاً هو ضرورة الاستمرار في إن يبقى هناك أكثر من قنال التواصل لإن الموضوع برضو حتى المؤتمر الصحفي الإسبوعي ما بيبقاش كافي عشان يبقى كل طواقف وأطياف المجتمع تبقى عارفة وملمة باللي بتقوله الحكومة وإن اللي بيحصل فبالتالي يمكن محتاجين يبقى فيه تنوع أكثر لكل أسليب التواصل المجتمعي ويمكن أنا وجهت زماي للسادة الوزراء إن يبقى فيه خروج أكثر وعرض أكثر للوجهات النظر والخطوات اللي بتقوم بيها الدولة والوزارات عشان يبقى المواطنين بقدر الإمكان ملمين بكل اللي بيحصل في هذا الشأن لكن مرة أخرى كل التقدير والاحترام للقامات الفكرية اللي شرفت بلقاها الأسبوع الماضي وإن شاء الله على وعد إن هذا الموضوع حيتكرر ويبقى فيه يعني التشرف لي أن أنا قابل عدد آخر من القامات في خلال الفترة القادمة ولكن أعتقد أن إحنا كلنا ساعدنا في هذا الإسبوع أيضا بتتشين مشروع رأس الحكمة اللي بيتم بالشراكة ما بين الحكومة المصرية ودولة الإمارات الشقيقة وأعتقد يعني حضركم شفتوه من تبعتوه من حرص يعني أشقائنا في الإمارات وطبعا تواجد شرفنا بتواجد سمو الشيخ محمد بن زايد قال نهيان رئيس دولة الإمارات طبعا في ضيافة فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي عشان يطلقوا سويا المشروع التنموي الضخم لهذه المنطقة من الدولة المصرية شيء كلنا ساعدنا بيه لأن حجم استثمارات ضخم جدا بيؤمن استثمارات مستدامة هتبقى موجودة على مدار فترة التنمية بيخلق حجم هائل من فرص العمل مئات الألاف من فرص العمل للشباب المصري بيوفر حيبقى مكان إن شاء الله مع اجتمال تنميته لأكتر من 2 مليون نسمة فبنتكلم فعلا على إضافة كبيرة جدا للاقتصاد المصري واللي احنا حرصين زي ما قلت إن احنا إن شاء الله حيبقى فيه مشروعات مثيلة في خلال الفترة القادمة والدولة المصرية بتشتغل على هذا الموضوع ولكن هي رسالة واضحة بإنثقة في الاقتصاد المصري وقدرات الدولة المصرية على تأمين الاستثمار الخارجي المباشر واللي ده اللي احنا شغالين فيه كلنا لإن في الآخر ده اللي بيفيد المواطن المصري من خلق فرص عمل من نمو الاقتصاد من عملة صعبة بتدخل وبالتالي ده كله بيساعد في استقرار الدولة المصرية الشيء الآخر اعتقد اللي حضركم تابعتوه هو ان احنا طبعا كان هذا الاسبوع بيمر على الذكرى الواحد وخمسين لنصر اكتوبر وحضراتكم يمكن كلنا يمكن حضراتكم اغلبكم يعني ما كانش موجود في الوقت هذا النصر ولكن كلنا نشعر بمدى الفخر والاعتزاز به والدولة المصرية اعتقد ما تم مقامك بيه في خلال العشر سنين الماضية في تنمية سيناء شيء يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه لتحقيق الامن القومي والدولة المصرية حريصة على الاستمرار بالاسراع بخطة تنمية سيناء وتأمين كل مقدراتنا في هذه البقعة العزيزة جدا على مصر واعتقد يعني ان كلنا كنا سعداء اول امبارح يعني لاول مرة بعد اكتر من خمسين سنة ان تعود حركة القطارات وليسينا وشوفنا الحقيقة تدشين الخط مرة اخرى خط القطارات اللي بيعدي من غرب القناة الى شرق القناة واللي هو يمثل الجزء الاول من الخط اللوجيستي اللي ان شاء الله هذا الخط حيمتد الى العريش ثم الى طابة عشان يبقى بنربط كل المناطق التنموية في سيناء بشبكة النقل السككي لان ده شيء مهم جدا سواء للبضايع او الركاب ولكن الرسالة الدولة المصرية مستمرة وشغلنا الشاغل ان شاء الله الفترة الجاية سواء الفترة الماضية والفترة الجاية هو تنمية سيناء باسرع معدلات ممكنة لان ده جزء من الامن القومي المصري باذن الله كمان مدبولي اتكلم وقال ما يشغلنا جميعا هو الشأن الاقليمي وارجو ان انتو تتذكروا كلامي خلال شهور الثلاثة اللي فاتت احنا في مرحلة شديدة الاتثنائية لم يمر بيها العالم ولا منطقتنا منذ عقود كمان الدكتور مصطفى مدبولي قال ان الظروف الحالية كل يوم بتتغير ومش عارفين ايه لا يحصل بكرة وده بيجبرنا نتعامل مع الموضوع بحزمة من الاجراءات والسياسات ودايما بنضع مجموعة من السيناريوهات وفقا للمستجدات الحقيقة طبعا ما يشغلنا جميعا هو الشأن الاقليمي وارجو ان حضركم تتذكروا كلامي على مدار الثلاثة شهور اللي فاتت احنا في مرحلة يعني مش عارف نوصفها ازاي شديدة الاستثنائية ولم يبرن بيها العالم ولا منطقتنا تحديدا منذ عقود يعني انا عايز اقول لحضركم حتى المراحل اللي كانت بتبقى فيها حروب والدولة المصرية دخل فيها في حروب مباشرة كان بيبقى على الاقل فيه توجه واضح والدنيا عارفين احنا تبعات الموضوع وبنخطط وبنشتغل بناءا على معطيات موجودة على الارض لكن الظروف اللي بقينا موجودين فيها النهاردة كل يوم فيه يعني تغيير مختلف وعدم موضوع اللي حيحصل بكرة وتبعات كل خطوة من الخطوات اللي ممكن تحصل حتبقى ايه فبالتالي يعني احنا فعلا في حالة عدم يقين شديدة جدا بتجبرنا ان احنا نتعامل مع هذا الموضوع بمجموعة موحزمة من الاجراءات والسياسات طبعا جزء منها موضوع رد الفاعل ان احنا نتعامل مع الحدث اللي بيحصل على طول ونشوف ده تبعاته ايه علينا ونتحرك فيه ازاي لكن في نفس الوقت بنبدأ نحط مجموعة من السيناريوهات اللي كل شوية بتتغير نتيجة للمستجدات اللي بتحصل انا حدي بس حضركم عشان نبقى عارفين حجم التحدي دي بيحصل ايه احنا بظهر في اسبوع زاد برميل البترول 10% احنا قبل ما يحصل الفعاليات او الاحداث اللي حصلت في المنطقة من اسبوع كان برميل البترول ما بين 72-73 دولار النهاردة بنتكلم انه تجاوز 80 دولار يعني حضركم تقدروا كده تقدروا مدى العبء اللي حصل على الدولة المصرية فجأة بدون اي شيء انه بتزيد الكميات بهذا الشكل والخطورة مش فقط في زيادات الاسعار لان النهاردة فيه تقديرات من مؤسسات دولية بتقول لو حصل رد يعني باي صورة من السور واستهداف لاي مشروعات بنية اساسية في المنطقة البرميل ممكن يتجاوز 100 دولار انا بس بحطه قدام حضراتكم قد ايه النهاردة كحكومة احنا بنواجه تحديات ليس لا يعني مش مسئولياتنا خالص ولكن مضطرين نتيجة لان الموضوع ده ليه تدعيات مباشرة علينا ان احنا نتعامل معاه ونشوف ايه اللي احنا نقدر نعمله واللي عايز اقوله لحضراتكم ايضا طبعا تأثيرات هذه الحرب على الامدادات بتاعة الطاقة نفسها بخلاف السعر كبير الامدادات هنا بتكلم على الامدادات اللوجستية وانتظام توصول الشحنات والكلام ده كله وتدعيات الموضوع على تكلفة النقل وعلى حاجات كثيرة جدا كبير جدا 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 علينا فالموضوع ده بالرغم من كده احنا على مدار هذه الفترة كنا ما خدناش اي اجراء استثنائي الحمد لله استمر انتظام الكهرباء موجودة الغاز والطاقة للمصانع موجود وده احنا حريصين عليه ولكن لازم كلنا نبقى واخدين بنا اذا المنطقة لقدر الله دخلت في حرب اقليمية التبعات هتبقى شديدة وحيبقى الموضوع مختلف تماما وبالتالي هنبقى غصبا عننا كدولة بنتعامل مع ما يمكن ان يوصف بانه اقتصاد حرب فلازم نبقى كلنا واخدين بنا كدولة ان احنا حريصين ازاي على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الاساسية للمواطن المصري في ظل ظروف زي ما حضركم كلنا شايفانا واعتقد يمكن دي مهم جدا كلنا كمواطن مواطنين وحكومة نبقى وعيين لهذا الموضوع وكان النهاردة كلامي كله مع السادة الوزراء في اجتماع المجلس على مزيد من الحوكمة والترشيد في كل النفقات بتاعتنا وفي استهلاكاتنا عشان محدش ضامن ايه اللي حيحصل بعد كده قدام احنا بنادعو الله طبعا ان الامور لا تتفاقم ولكن لازم نتحسب وده دورنا كحكومة وكمسؤولين ان احنا نتحسب للسيناريوهات الاسوأ ونبقى فاهمين ازاي حنتحرك في هذا الشأن وفيه كانت تكلفات واضحة جدا للسيد وزير البترول والسيد وزير الكهرباء والسيد وزير المالية والمحافظة بنك المركزي بنصق ونتعاون مع بعض علشان نضمن يعني ان الامور تبقى يعني ما فيش تأثير على الدولة المصرية باكبر قدر ممكن انه ما يحتاطش اي تأثير سلبي علينا في هذا الشأن دلوقتي خلينا نتابع مع حضراتكم اهم الاصل الانهار اخبار كتير هتحصل النهاردة من بينها انه هينطلق مهرجان الموسيقى العربية في دوريته ال32 داخل دار الاوبرا المصرية وبيبدأ حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بالنشيد الوطني ثم يتم خلال الحفل تكريم 19 فنان ومبدع وبتتضمن الدورة ال32 من مهرجان الموسيقى العربية 48 حفل غنائي وموسيقي ويحيي الفعليات 78 مطرب ومطربة النهاردة ايضا هيعقد المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر بحضور حسام حسن المدير الفني في تمام الساعة الخامسة مساء داخل القاعة المخصصة للصحفيين باستاذ القاهرة الدولي للحديث عن مواجهة موريتانيا ضمن تصفيات بطولة كأس الامم الافريقية 2025 بالمغرب وبيبدأ الميران الختامي لمنتخب مصر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء وبيسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دية فقط من التدريب لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 10 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من تصفيات دور الأمم الأوروبية من أهمها مباراة منتخب إنجلترا مع منتخب اليونان الساعة 10 إلا ربع ليلا ومباراة منتخب إيطاليا مع منتخب بلجيكا الساعة 10 إلا ربع أيضا دلوقتي خلونا نتابع جلسة تعريفية وتدريبية عن المنتدى الحضري العالمي طبعا المنتدى ده بيعكس قوة تجربة مصر العمرانية الحديثة وبيمثل فرصة ذهبية للترويج للاستثمار المنتدى هو بيعتبر المنصة الأولى في العالم للتعامل مع القضايا الحضرية وهو تاني أهم النص على أجندة الأمم المتحدة وده بيضم عدد كبير من الخبراء والممارسين والقطاع الخاص والحكومات والمؤسسات والشركات الدولية والجامعات أحيانا للتعامل مع القضايا الحضرية اللي في العالم وكيفية تطبيقها على النظام المحلي في الداخل يعني المنتدى مصر استضافة المنتدى في مؤتمر كاتوفيتسا في بلندا بيسموه ووف 11 اللي هو المؤتمر 11 أو المنتدى 11 وتم توقيع الاتفاق هناك وبعد كده تعمل الاتفاق اللوجيستي في القاهراني سنة 3 عشرين في مايو وهذا الاتفاق بيحدد أشكال التعامل مع الهابيتات والمتطلبات المطلوبة من جانب مصر ومن جانب الهابيتات لتنظيم المؤتمر المنتدى بشكل عام فرصة مهمة جدا لإظهار واجه مصر الحضاري أولا للتسويق للتطور الأمراني في مصر والتسويق للقدرات المصرية في خلال التنمية العمرانية خلال عشر سنوات اللي فاتت النهاردة كان حدث عظيم تناقشنا وتناولنا الاستدادات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضاري العالمي كلمنا على الأجندة الخاصة بهذا المنتدى وتنوحها من جلسات من حوارات من دوائل مستديرة من فعاليات غنية من نوع زي السينما الحضارية زي المكتبة الحضارية الفعاليات الخاصة بالتشبيك والتواصل بين مختلف المشاركين كلمنا على قد هذا الحدث مميز باستضافته بالقاهرة من حيث الحضور كافة الفئات المجتمع من حقها تحضر وتشارك فيه ليس مكسورة على الحكومات والمنظمات الدولية أو الأممية ولكن غيرها من الجهات سواء كتأكاديمية قطاع خاص وغيرها من الشركاء ممكن يحضروا ويشتركوا معنا في فعاليات هذا المنتدى الفترة اللي احنا داخلنا عليها هتبقى فترة غنية بهذه الموضوعات عندنا يسبق المنتدى الحضاري العالمي أسبوع القاهرة الحضاري وده مجموعة من الفعاليات المميزة اللي بتتناول قضايا التنمية الحضارية داخل مصر والقاهرة بالأخص وكذلك عندنا يوم المدن العالمي بالإسكندرية وهو ده سعداء برضو من الأول مرة هزين الحدثين الدوليين بيتم استضافتهم في نفس الدولة وهي مصر الناس المهتمة بسبقات الرالي متعودة أنها تشوف السبقات دي على الربلة وفي الجبال كمان لكن في مصر والأول مرة تم تنظيم هذه السبقات على الجليد باستخدام سيرات الدفع الربعي وسط موجة الحر الشديد التي تشهدها عدد كبير من الدول في المنطقة استضاف منتجع تزلج داخلي في مصر سباقا لسيارات الدفع الربعي وقال المنظمون أن هذه المنافسة يتم تنظيمها للمرة الأولى ليس فقط للجمهور في الشرق الأوسط وإفريقيا ولكن أيضا للمتسابقين أنفسهم الذين اعتادوا على خوض السباق في أجواء رملية أو صحراوية ديوف اللي موجودين يمكن هيشوفوا حدث بيحصل لأول مرة في داريخ الشرق الأوسط وأفريقيا أن احنا نشوف عربيات رالي 4x4 في أجواء تلجية بتبساء على الجليد أنا متسابقش على تلجية قبل كده بس من اللي احنا شوفناه وشوفنا التستر بتاع العربية اللي دخلت بتاعت الأرجانيزر إن اللي فيه زحلاء فهي عملية هيبقى فيها حتة الكنترول مفروض تبقى أكتر من البايلوت إن هو يبقى واخد باله كويس قوي إن الكنترول على العربية مش حكاية إن هو يجري ويعمل كده ضغط العجل مع الوقت الأطول في درجات الحرارة الأقل فبيبتدي ينزل تدريجيا ده معمول حسابه والعفشة بقى والساسبنشن أكيد مختلف تماماً صوفت أو هارد على حسب اللي إحنا محتاجينه جوه الأبستكال على السنور أعتقد إنه عشاق الراليات في كل حتة مش في مصر بس يكونوا دايماً حرصين على تجربة كل ما هو جديد أعتقد إن دي أول مرة زي ما سمعنا من خلال التقرير يكون عندنا رالي للسيارات على الجليد طبعاً إحنا متعودين دايماً ويكون في الرملة أو في الجبال والصحاري والحاجات دي كلها لكن على الجليد دي تجربة مختلفة أعتقد إن هي كمان يدينا يعني بتختبر سائق هذه السيارات بتبرز بقى مهاراتهم يعني أنت جربت أصلاً قبل كده الرالي اللي على الجبال والريمان لأ أنا آخر البيتش باجي في رحلات السفاري بتاعة تشارب الشيخ والحاجات دي جربتها أنا جربت لها تطفر رهيبة يعني بص كمية الأدريني اللي بتطلع وإنت طبعاً طلع جبل أو حاجة بالسيارات الرباعي دي قوية جداً جداً فما بالك بقى بالجليد يعني أكيد إن هي طبعاً ممتعة جداً ومميزة كمان وإنها تكون لأول مرة في مصر وفي شرق الأوسط طبعاً دي حاجة مهمة جداً ده بكل تأكيد وده نوع من أنواع الترويج للسياحة لأن هذا النوع زي ما إحنا عارفين نليجه مهوره وعشاقه دايماً سواء من الوطن العربي أو حتى من الدول الأجنبية بيكونوا حرصين على أن هم طبعاً ده المهتمين بهذا النوع طبعاً من الرعاليات والسباقات السيارات بشمتة وإحنا كمان بنتاخد إجراءات السلامة والوقاية الكبيرة جداً عشان نخلي طبعاً ده مهم جداً بالتأكيد طيب دلوقتي خلونا بقى نسيف حضراتكم مع موجز لاهم الأنباء مع زمنا محمد عبدو شكراً لك يا دينا الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرانتش موجز الأخبار من التريفزيون المصري أهلاً بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظره التونسي قيس سعيد لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للبلاد وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع تونس في مختلف المجالات وكذلك الحرص على استمرار التنصيق الوفيق بين تونس ومصر تجاه تصدي للتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي من جانبه أعرب الرئيس التونسي عن تقديره البالغ للنفتة الكريمة من الرئيس السيسي مؤكداً عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفضي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة حيث حذر الرئيس من خطورة مصار التصعيد العسكري على الأمن الإقليمي اللقاء تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية الرمية للتهديئة في المنطقة حيث تم التأكيد موقف الدولتين الثابت بشأن ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية لإنقاذ المنطقة من أزمة إنسانية واسعة النطاق نفت وزارة الخارجية مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق وأوضحت الخارجية أن مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع تأتي في خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين بالسودان وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية من الحرب الجارية بالسودان الشقيق كما دعت الخارجية المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميليشيا الدعم السريع تستانف اليوم الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة بين حركتي حماس وفتحة لليوم الثاني على التوالي تناولت اجتماعات اليوم الأول التطورات السياسية والبيدانية في المناطق الفلسطينية مع التأكيد على توحيد الصف الفلسطيني وبحث الترتيبات المتعلقة بالتحديات الراهنة تأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الجهود المستمرة لتوحيد الصف الفلسطيني في ظل التصعيد المستمر ضد قطاع غزة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في قطاع غزة قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن ظروف المعيشة في قطاع غزة أصبحت لا تحتمل وأن القطاع على شفير مجاعة من صنع الإنسان وحذر لازاريني من أن الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة التي تعتمد على البنية التحتية للأونروا قد تتفكك إذا اعتمد قانون حضرها داخل إسرائيل وأضف لازاريني أنه يتعين على مجلس الأمن أن يقرر إلى أي مدى سيتسامح مع الأفعال التي تضرب التعددية وتهدد السلام والأمن أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن إسرائيل لا شنت غارات جوية استهدفت منطقة صناعية بريف حمص وموقعا عسكريا في حماه دون وقوع خسائر بشرية وفي لبنان واصل جيش الاحتلال قصفه العنيف على مناطق عدة في لبنان حيث أعلن الدفاع المدني اللبناني أن غارات استهدفت بلدات درغية وأرزون جنوب لبنان ومحيط مدينة بعلبك بالبقاع شرق لبنان من جهته أفاد حزب الله بوقوع اشتباكات مع قوة إسرائيلية متوغلة جنوب لبنان هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتلى ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في تلك المعارك أعلن البيت الأبيض أن الاتصال الهتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو تناول الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الاتصال كان مباشرا وبناء للغاية مشيرة إلى أن بايدن حث نتنياهو على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في لبنان وأضفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بايدن أكد خلال الاتصال أن المعاناة في غزة ولبنان تظهر الضرورة الملحة لإنهاء إصراع وإرساء أسس السلام والأمن الدائمين رياضيا واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق استعدادا لمبارتين موريتانيا المقرر لهما يومي الحادي عشر والخامس عشر من أكتوبر في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ألفين خمسة وعشرين بالمغرب شارك في ميران المنتخب خمسة وعشرون لاعبا وحرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على زيارة تدريب منتخب مصر لتحفيزهم والتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة للمنتخب ووجه جهاز منتخب الشكرى لوزير الرياضة بالتنصيق مع اتحاد الكرة والشركة المتحدة على الدعم المستمر والمتواصل للمنتخب المصري انتهى موجز الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل موسيقى 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 امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا وتكلم فيه طبعا عن جوانب كتير كان ابرزها صدور عدد من القرارات لصالح المواطن ده غير الاعلان عن تفاصيل حزمة التسهيلات والتيسيرات الضربية خلال الفترة اللي جاية ده علشان يكون فيه ثقة ما بين المولين ومصلحة الدرائب تفاصيل اكتر عن اهم ما جاء في هذا المؤتمر وتفاصيل اكتر كمان عن حزمة التسهيلات والتيسيرات الضربية خلال الفترة القادمة كل ده هنتعرف عليه دلوقتي من ضفنا اللي منوارنا فيه الستوديو الدكتور مصطفى ابو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية دكتور مصطفى صباح الخير يا فان صباح النور يا سوز محمد يا اهلا بحضرت اهلا بحضرت طبعا تصرحات كتيرة جات مبارحة للسان رئيس مجلس الوزرة في هذا الاجتماع وانه الحكومة طبعا يعني هذه التصرحات بتعكس اهتمام الحكومة وحرصها على تأمين كل السلع الاسسية لفترة طويلة زي الامح وخلافه من المنتجات ايه ابرز تصرحات اللحظاتك توقفت عندها بص خلينا نقول في البداية ان زي ما حك اشارت في البداية ان الدولة بتولي اهتمام كبير جدا بعملية تأمين السلع الاستراتيجية وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية وده مش من وليد اللحظة ده احنا شفناه من خلال السنوات الماضية بالاخص من بداية المشروع القومي للصوامع الاستراتيجية المتعلقة بتخزين الامح لمواجهة اي ازمات او اي طوارئ ممكن تحدث في المستقبل وده امننا بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت بعد نشوب ازمة الروسية الاوكرانية وما تبعه من تدعيات على الاقتصاد العالمي من تزايد فيه اسعار الطاقة واسعار المواد الغذائية وبالتالي اسعار القمح وبالتالي الدولة المصرية بتنتهج سياسة الدراسات المستقبلية بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي متغيرات كل يوم بتحصل فوفقا للمتغيرات دي انا بحط السيناريوهات بس تشرف بيها المستقبل وفقا لامكانياتي والموارد واللي اقدر اتجنب بيه او اقلل من التدعيات السلبية اللي ممكن تحصل وبالتالي احنا شايفين النهج ده خلال التمن سنوات بالتحديد الماضي بنشوفه على مستوى تأمين السلع الاستراتيجية بنشوفه كمان فيه اعادة اكتشاف الدولة المصرية لمواردها من جديد من خلال تعظيم القيمة المضافة لاي مورد ان انا ما اطلعش المورد الخام ومثلا ابيعه عشان اجيب دولار لكن وفقا لتوجهات سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لازم يكون فيه تعميق اكتر للمواد الخام في الصناعة تعظيم الاستفادة تحويل بالضبط تعظيم الاستفادة او الاستغلال الامسة للموارد الموجودة عندي وفقا للمفهوم العريض التنمية المستدامة طيب احنا يمكن كمان نتحدث الرئيس الوزراء بالامس على ان برميل البترول زاد بحوالي 10% وده طبعا ارتفاع كبير جدا مع الارتفاعات والضغوط اللي بتمر بيها الدولة اقتصاديا وكمان المواطنين كمان بيشعر بارتفاع شديد في الاسعار في اغلب الامور الحياتية قرأت هذا الكلام ازاي وكيفية تعامل الدولة مع هذا الموضوع تمام الملف ده في غاية الاهمية جدا يا سيزة دينا لان بيترتب عليه كثير من الامور الخاصة بتلبية احتياجات المواطن لالتزاماته الشق الاولاني بيتعلق بكيفية مواجهة الدولة لارتفاعات اسعار البترول وفقا للمتغيرات والتوترات اللي بتحصل في الاقتصاد العالمي ده احنا بنشوفه من خلال تسريع واتيرة البحث والاستكشاف والتنقيب مع الشركاء الاجانب لزيادة عمليات الانتاج ده بيقام من جزء والجزء الاخر اللي احنا بنستورده الدولة حطة في حزبانها من قبل بداية العام المالي الحالي في 36 الماضي ان فيه زي ما قلنا باستخدام السيناريوهات اللي بتستشرف المستقبل وفقا للمعطيات اللي موجودة في الاقتصاد العالمي بتقدر ان هي تحط احتياطات او مخصصات موجهة لعمليات الاسترات تأمن بها احتياجاتها لفترة لا تقل عن سنة قدام عشان تقدر تواجه هذه الارتفاعات يعني وفقا ليه التغيرات الاخيرة اللي حصلت على الساحة الدولية والحرب في غزة وتطورات ما بين اسرائيل وايران ابتدينا نشوف فيه ارتفاعات فيه اسعار البترول وفيه توقعات ان لو استمر حدة الصراع او الوقت بتاعه طال ممكن نشوف سعر البرميل تعدى الميت ده اللي تكلم عليه بارح دكتور مصفى مدبولي نحن ممكن معرضين لاقتصاد الحرب بالزبط لكن في الموازنة العامة للدولة بيكون فيه بندل الاحتياطيات اللي الدولة بتبقى مخصصة لأي أزمة او اي طارق ظهر خلال العام المالي بتقدر انها تتعامل من هذا الاحتياطي وبتقدر تلبي احتياجاتها بدون ما يحصل أزمة تأثر على المواطن لان عدم وجود مثلا بترول موجود في الدولة المصرية ده بيأثر على أسعار السلع وعدم وجود السلع بشكل كبير جدا ودأ من قومي طبعا اه فبيأثر كمان على معدلات التضخم تمام طيب دكتور انا عجبني قوي وحضرتك بتتكلم انه قلت ان احنا دايما الدولة حريصة يكون عندها رؤية استباقية وبتحط كافة السيناريوهات قدامها واسوأ سيناريو حتى بيكون معمول حسابه سواء كانت في الاحداث الخارجية اللي احنا عملناش دخل فيها او حتى الحاجات الداخلية يعني هل مثلا الدولة بتكون حريصة ان هي تتابع باستمرار مثلا وليكن معدل الزيادة السكانية بهذه الوطيرة فاحنا نعرف ان يكون مثلا السنة الجاية احنا محتاجين استهلاكنا وليكن من الامح يكون عامل ازاي من الرزة يكون عامل ازاي بتكلم عن السلعة الاستراتيجية مثلا وفق الزيادة السكانية طيب فيه ضغط مثلا على سلعة معينة السنة اللي فاتت والسنة دي فنتوقع ان الزيادة زيادة الضغط يكون السنة الجاية فهنحتاج نزرع منها اكتر او ننتج منها اكتر هل ده بيكون برضو معمول حسابه من ضمن السنة اللي هات المطروحة بالتأكيد انت بتتكلم على متطلبات دولة بتزيد كل سنة بس فيما يتعلق بمعدل الزيادة السكانية الدولة يعني نجحت نجاح كبير جدا فيه خفض معدل الزيادة السكانية كان اخر اعلان تم ان الرقم نزل ليه اتنين واربعة من عشرة مولود لكل اسر وده معناه ان احنا نجحنا فيه الخطط التوعوية والبرامج الصحية اللي بتوجهها وزارة الصحة ان هي تزود الوعي باهمية انخفاض اعداد الموليد ده بيكون في صالحهم وصالح الدولة ان الدولة بتضخ مليارات الجنيهات كل سنة على عمليات التنمية وزيادة الوحدات الصحية والمستشفيات والمدارس وبالتالي ده لما الدولة بتعمله بشكل كبير جدا في مقابل انخفاض لمعدل الموليد المواطن نفسه هيشعر بمدى تميز الخدمات اللي بتقدمه برضو مبارح كان فيه شفنا ان الوزارات بتعمل مش بجزر منعزل كنا دايما بنشوف توافق كنا محتاجين توافق كبير ما بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية علشان كمان يكون فيه نظام ضريبي متكامل ومبسط لكل صغار الممولين وغيرها علشان تشجيع الاستثمارات بشكل كبير قراءة ده ازاي مبارح من بعض القرارات والحدم الاستثمارية اللي كانت موجودة بص يا سوزة دينة احنا دلوقتي عندنا كلمة السر للدولة المصرية هو ملف الاستثمار العنوان العريض الاستثمار وطالبنا كتير بوزارة الاستثمار علشان يكون فيه تسهيلات كبيرة للمستثمرين اللي انا شايفه فيه تحليلي للمشهد ككل ان الحكومة كلها بتشتغل على ملف الاستثمار وهدل حضرتك شواهد على ده عندنا رئيس الوزراء نفسه بيعقد اجتماعات مع الشركات العالمية والمستثمرين المحليين والمستثمرين الاجنبيين عندنا نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بيجتمع بالمستثمرين والمطورين الصناعيين عشان يزلل كل العقبات والتحديات اللي ممكن تواجههم عشان يصرع من وطيرة الاعمال عندنا وزير الاستثمار عندنا رئيس المنطقة الاقتصادية القناة السويس عندنا نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية بيجتمع مع المستثمرين في القطاع الصحي عشان يستثمروا في القطاع الصحي ويبنوا مستشفيات ويدخلوا عدد أسرة أكتر عندنا رئيس هيئة الاستثمار حتى وزير المالية بيشارك فيه المجهود ده بالتسهيلات الضريبية والمحفزة لتسهيل وترت الأعمال وتقليل الوقت والمجهود فاحنا بنشوف عمل جماعي للحكومة المصرية في إطار زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد انساء طيب دكتور موضوع النظام الضريبي ده مهم جدا سواء كان للمستثمر المستثمر برضو عايز يتطمن وعايز يفهم هو هيدفع قد إيه ضريب عن استثماراته أو حتى الاقتصاد غير الرسمي ودي حاجة كدامة بتخوف الناس كده اللي هم شغالين في الاقتصاد غير الرسمي يقول لك أنا شغال كده كده في جنبه ومحدش هو خباله مني ولا حد شايفني إيه اللي يدخلني في نظام وابتدي أدفع ضرائب فأعتقد أن الموضوع بيحتاج محفزات في البداية ففي النقطة دي تحديدا إيه المحفزات اللي هتقدمها للدولة هتقدمها للمستثمر وكمان للناس اللي شغالين في الاقتصاد غير رسمي عشان يندمجوا في الاقتصاد الرسمي للدولة تمام حزمة التسهيلات اللي تم الإعلان عنها أمس دي ليه هديد من المكاسب أولاً زي ما حضرتك أشرت أن هيساهم في دمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسم يعني وفقاً لآخر تقديرات أن الاقتصاد غير الرسمي بيمثل حوالي 50% من الاقتصاد الرسم وإحنا بنتكلم على حجم مناتج محل إجمالي وفقاً للعمل مالي الحالي بنتكلم في 17 تريليون جنيه يعني إحنا لو بنقول 50% يعني إحنا بنتكلم في حوالي 7-8 تريليون جنيه لو الدولة استطاعت أن هي تكتذب 2-3 تريليون جنيه للنتج المحل الإجمالي الرسمي ده هيفرق معنا كإرادات ضريبية هتزود من حصيلة الضرائب فهيزود من الإرادات العامة فهيدي قدرة وملاء مالية أكتر للحكومة أنها يبقى عندها رفاهية أنها تزود المخصصات الخاصة بالتعليم والصحة والبرامج الاجتماعية أكتر لأننا يعتبر زي ما إحنا كلنا عارفين أن الحصيلة الضريبية دي بتمثل نسبة كبيرة من الإرادات العامة للدولة وبالتالي لما بتزيد بتزود أريحية للحكومة وأنها تقدر تتحرك السبب عبق على الدولة دلوقتي بالزبط كده فأول حاجة أنه هو هيساهم بشكل كبير جدا في عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي لأن العرض اللي تم استعراضه أمس فيه الشرايح بتاعة الضريبة اللي هو لو أنت عندك حجم أعمال للشركة بتاعتك أو المصنع أقل من 15 مليون جنيه ده هيساهم معك بشكل كبير أول شريحة اللي هي من 250 ألف دي هتدفع ألف جنيه في السنة أعتقد أنه هو رقم يعني ضعيف بالنسبة لحجم الأعمال حجم تمويل المشروع تصد؟ لا أنا عمدي مصنع أو شركة حجم المبيعات بتاعتها أقل من 250 ألف جنيه فبيكون علي ضريبة ألف جنيه سابتة ده ما كانش بيحصل قبل كده آه هو عمل شرايح تدريجية من 250 ألف جنيه وبعد كده 250 لـ 500 تدفع ألفين ونص وهكذا بالتدريج لغاية ما يوصل لأقل من 15 مليون جنيه حجم أعمال سنوي تدفع 1.5% عن حجم الإراد أو المعاملات المالية بتاعتها 150 تقريباً 150 ألف كده تقريباً عن 15 مليون بالضبط أعتقد أنه مش رقم يعني مقارنة لما نجي لأيها نسبة أو لأيها جد ده هيساهم معايا في إيه بقى؟ هيساهم أن تكاليف التشغيل والإنتاج هتقل على المصنع أو المنتج فبالتالي هيدي فرصة أن إنتاج الوحدة من السلعة دي هتبقى بسعر مناسب لما يجي ترحى في السوق المحلي فهيبقى سعره تنافسي هيبقى عنده ميزة أكتر أنه هو يصدر بسعر أكثر تنافسي فهنا دعمت المنتج محلي ودعمته في التصدير كمان بالضبط كده فهيساهم معايا في الهدفين الأكبر للدولة المصرية اللي هي اللي بنرسم حواليها السياسة الاقتصادية للدولة أن إحنا يبقى عندنا اقتصاد قوي تنافسي يقدر يحقق معدل نمو اقتصادي مستدام بمعنى أنه هو يفضل يرتفع كل سنة هيبقى عند الهدف التاني اللي الدولة المصرية بتشغيل عليه بقالها كتير أن إحنا نوصل لحجم صادرات مصرية وفقا لبرنامج الحكومة الحالي لـ 103 مليار دولار ده الحوافز دي هتسهل في عملية الوصول لتلك المستدفات خلال الفترة القادمة طيب شايف إزاي تفعيل منظومة المقصة المركزية إزاي هيستفيد منها صغر الممولين وكمان المستثمرين بشكل كبير يعني دي أكتر حاجة يعني إيجابية في المنظومة اللي تم الإعلان عنها ليه؟ لأن كان دايما مجتمع الأعمال كان بيطالب دايما بسرعة رد الأعباء التصدرية للمنتجات اللي هو بيصدرها فكانت بتتأخر كتير فكانوا بيطالبوا أن بدل ما الفلوس أو المستحقات بتاعتي تفضل موجودة ما أقدرش أستفيد منها لأ خدها وسدد بيها الضرائب المستحقة علي وبالتالي ده هيساهم كتير جدا في عملية تسريع تسريع وترت الأعمال وبالتالي هقدر أستفيد أنا كمصنع أو مصدر بالاستفادة من المبالغ المالية اللي ليه عند وزارة المالية أن أنا سدد الضريبة بتاعتي وبالتالي أبقى قدام الدولة وقدام مزارة المالية أنا راجل ملتزم ممول ملتزم بسدد كل العلية فيه توقيتاته المحددة طيب أنا شايف كمان يا دكتور اللي أول مرة يكون فيه مجلس تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية ده شيء رائع بقى تفهموا دافعا ليه تكوين مجلس استشاري لأن دايما كنا بنشوف فيه قرارات ضريبية ممكن تكون متعارضة مع قرار تاني اللجنة دي أو المجلس الاستشاري هيقدر أن هو يقرأ القرارات دي ويعني يعمل تطابق مع القرارات التانية ويشوف هل لها تأثيرات سلبية لما القرار ده يطلع وفي ظل قرار موجود ولا مش هيبقى فيه تعارض ما بين القرارين يؤثر على انتجية الممول أو يعطله موارد مالية مستحقة ده هيحتاج أنه يكون فيه ممثلين عن كل الهيئات المعنية وكل الوزارات المعنية يعني خلينا أقول لحضرتك أن وزير المالية صرح أنه قعد مع كافة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والخبراء الاقتصاديين وكل أطراف الصلة في أكتر من 20 اجتماع ليه؟ عشان يقدر يفهم رؤيتهم والمقترحات بتاعتهم وجهة النظر وهو قال بالفعل وزير المالية أمس أن كل اللي احنا بنعرضه ده من خلال التوافق مع كل أطراف الصلة ومجتمع الأعمال عشان يكونوا داعمين أكتر لعملية التنفيذ ويكونوا فيه امتسال طوعي لتنفيذ المنظومة الجديدة وده اللي هيخلي مستهدفات المنظومة تتحقق بشكل سريع وسلس كمان من الأخبار يعني أو يمكن التصريحات اللي اتقلت بالأمس ويمكن كتير أو من صغار الممولين أو أي مستثمر بيخاف أنه هو يروح يبادر بالتسجيل لأنه بتطبق عليه الضرائب بأصل راجعي من قبل كده فقدر الوقت خلاص أي حد هيبدأ بالتسجيل الفترة اللي جاية مش هيطالب أي ضرائب يعني ماضية ليه يعني النظام الجديد بيطالب الممول اللي هيدخل المنظومة أن أول فحص بعد خمس سنين بالنسبة للناس اللي هتخش من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي هيبس مش هيطالبوا بأصل راجع عن أي إقرارات ضريبية أو أي معاملات مالية يعني يندرج عليها أو يتم محاسبته عليها بأصل راجعي في مبالغ إضافية لا الدولة بتفتح صفحة جديدة مع كل مجتمع الأعمال وبتقول له اتفضل أن المهم بالنسبة للدولة المصرية أن هي تزود القاعدة الضريبية مش عشان استثمارات اللي بيتم ضخها في الدولة بتنقسم لشقين الشق الأول الاستثمار العام اللي هو من خلال حكومة من خلال وزارة التخطيط اللي هي بتبقى عندها الباب السادس بتاع الاستثمارات العامة اللي بتضخ فيها المشاريع لكن عندنا جزء أهم والدولة بتشتغل عليها بقالها فترة الاستثمار الخاص استثمار القطاع الخاص احنا بالدولة بتسعى أن هي تقدم كافة الحوافز الاستثمارية والضريبية بحيث أن مساحت أو مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية تزيد وبالتالي نقدر نحقق كل المستهدفات الخاصة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي ونوفر فرص عمل تساهم في تراجع معدل البطالة تساهم كمان في زيادة التدفقات الدولارية للدولة المصرية وتأمين أكبر احتياطي نقدي عشان يواجه التحديات اللي احنا بنشوفها كل ساعة وكل وقت أعتقد ده كمان بيتطلب أن احنا يكون عندنا خريطة استثمارية لأن ده مهم جدا فيه مستثمر جاي عايز يفتح مشروع أو صغار المستثمرين زي ما كان دينا بتتكلم شباب صغير مثلا عاملين شركة صغيرة وعايزين يفتحهم مشروع فكرة توجيههم لأكثر القطاعات يقدروا يحققوا منها عائد وإحنا في احتياج كمان للتصنيع بتاع الدولة بتشتغل في الإطار ده على ثلاث محاور المحور الأولاني هي خريطة الاستثمار هي موجودة وبيتم تحدثها كل فترة وبيتم إدراج عليها بالضبط كده لأن كل فترة بنشوف إيه القطاع اللي موجودة وفقاً للمساحة الجغرافية أو التوزيع الجغرافي للمحافظات لأن الدولة وهي بتشتغل هي ما بتحبش تركز على محافظة واحدة تنميها لا الدولة بتشتغل بمفهوم النمو الاحتوائي بمعنى أن أنا بعمل مشروعات بحيث أن هي تجيب لي عائد العائد ده يكون توزيعه على كافة شرائح المجتمع في كافة المحافظات وبالتالي الخريطة الاستثمارية بتكون موزعة على كافة محافظات الجمهورية الدولة عندها الشك التاني عندها صناعات بعينها محتاجة أن هي تنميها وتطورها وتزود الواقع بتاعتها وبالتالي ده بنشوفه فيه المجمعات الصناعية اللي هي بتبقى بتمثل مفهوم العناقيد الصناعية بمعنى أن أنا بشوف منتج بشوف الروابط الأمامية والخلفية يعني مثلا أنا بصنع غسالة بشوف مين اللي هيعمل المطور مين اللي هيعمل اللوحة فدي كلها صناعات متكاملة عشان يقدر يعمل منتج نهائي ويستفيدوا من المزايا التنفسية في المهارات الفنية والتكنولوجية للصناعات وهم متجمعين في منطقة واحدة وده بيكون لي عائد كبير جدا على المستثمر الصغير لأن المستثمر الصغير ممكن ما يكونش عنده تكنولوجيا كبيرة فيقدر أنه هو يخش في عملية تكاملية مع مصنع تاني عنده التكنولوجيا هو يورد له جزء أو مكون من المنتج ده النهائي فيقدر ده يتوسع وينمي أعماله ويزود إنتاجه وممكن يساهم بالمكون ده أنه هو يصدره بره مش ممكن برضه أنه هو يديه للمصنع الرئيسي وده اللي بنشوفه في مبادرة إبدأ مبادرة إبدأ بتخش بتشوف المصانع المتعسرة وعمل التفرة حقيقي خلال الفترة الماضية نحن كنا نتكلم تقريبا على 3000 مصنع متعسر هم انتهوا تقريبا من أكتر من 1500 مصنع وابتدوا في المكونات الصغيرة وبالشراكات دلوقتي بيبتدوا يعملوا شراكات دولية يعني انطلقوا من المحلية إلى الدولية عشان يزودوا وبرضو بيشتغلوا في نفس مصاري الدولة الأساسي في زيادة حجم الصادرات المصرية صحيح يمكن حضارك يعني ملخص لحضارك قلناه النهاردة أنه نحن طبعا مع نظام بسيط وسهل جدا للدرائب مع مراعاة صغار المموولين وغيرهم وكمان يكون في حضم استثمارية قوية موجودة لدعم الصادرات ده بالتالي هيخلي عندنا اقتصاد قوي فبالتالي كمان هيقلل معدل التضخم بحلول عام 2025 بالتأكيد أي انتاج كبير بيساهم في تراجع معدل البطال أكيد أنا بشكر حداك شكرا جزيلا عن نوارتنا دكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدرسات الاقتصادية والاستراتيجية شكرا جزيلا مشاهدين هنروح لفصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقرة أهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية محليا وعالميا منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن واصل تدريباته استعدادا لمبارتين موريتانيا المقرر لهم يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والربعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب شارك في المران حوالي 25 لاعب بينما أدى نبيل عماد دونجا تدريباته تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العيلة منتخب مصر موليد 2007 خسر أمام المنتخب الروسي بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمع المنتخبين بستاد اسكندرية ضمن مباريات الدورة الودية للشباب والناشئين اللي بيستضفها اتحاد الكرة في محافظة الاسكندرية النادي الأهلي استأنف تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري اللي بتقام بدولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري حرص الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسل كولر على خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية قوية استمرت لمدة نصف ساعة قبل الانتقال إلى الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمباراة فريق نادي بيرامتز حق الفوز على نادي ينل الإيطالية التركي بنتيجة 18 صفر في اللقاء الودية المقام بمعسكر تركيا على ملعب جامعة ماكو بمدينة بوردور التركية نادي الإسماعيلية فاز على نادي طلاق الجيش بنتيجة 2 واحد في المباراة الودية اللي جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية ضمن الاستعداد للموسم الجديد المنتخب المصري اكتسح منافسات بطولة العالم للبرالا ليزر رن والمقامة في مدينة بورفوآد برصيدة 18 ميدالية متنوعة وتوج أبطال وبطلات مصري بتسع ميداليات ذهبية وستة فضية وثلاثة برونزية نادي أرسنل أعلن فوز حارسه الدولي ديفيد رايا بجائزة لاعب شهر سبتمبر بعدما حصل على تصويت الجمهور في الاستفتاء اللي أعلنوه بعد تقلقه الكبير في مباريات الفريق الماضية خلصت نشرتنا الرياضية نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ليك محمد مرة تانية شكرا لك يا محمد وطبعا النهاردة اليوم العلامي للصحة النفسية بيتم الاحتفال به يوم 10 أكتوبر ده لزيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية وتعبئة الجهود من أجل دعم الصحة النفسية والحالة السنين الأخيرة كده شهدت تزايد في اهتمام بمفاهيم الصحة النفسية ما بقاش حتى فكرة الألاج النفسي مشكلة بعض الناس كانت بتخاف شوية أو بتتكسف نية تقول لكن معظم الناس كتير قوي دلوقتي فعلا بقيت حاجة في لايف ستايل حياتهم من هم بيلجأوا لللايف كوتش أو متخصص في الصحة النفسية علشان يبدأوا يشوفوا أي مشاكل النفسية تبدأ نعالجها من بدري وده بعلن زي ما بنقول إن بقى فيه حرص كبير جدا من المؤسسات على إطلاق مبادرات لحماية النشأ وحماية صحيتهم النفسية تفاصيل أكتر هنعرفها من المنوارن معنا في السوديو النهاردة الدكتور نور أسامة استشاري تعديل السلوك وعضو المجلس القامل للطفولة والأمومة أهلا بك دكتور منوارن صباح الفل صباح الخير عليك دكتور صباح الخير في البداية عايزين نعرف من حضائك ليه تم اختيار يوم 10 أكتوبر تحديدا هو يوم العالمي للصحة النفسية طيب المنظمات الدولية بتختار يعني زي يوم الفتاة العالمي زي اليوم العالمي لجرائم الإرهاب أو ضحاء الإرهاب بيختاروا يوم بيكون فيه يوم مميز قضايا فكرة معينة زي الصحة النفسية للأطفال أو المراقين أو الأين تكن علشان خاطر يدل اليوم ده يدل على المفاهيم نفسه مش شرط يكون اليوم معين بس علشان خاطر كل شهر بيكون فيه يوم مميز يوم عالمي لشيء معين اختيار اليوم العالمي للصحة النفسية علشان التوعية للجماهير أو للعالم كله أن الصحة النفسية هي ليست خلو الإنسان من الأمراض النفسية لا هي أكبر من كده وأسمى من كده هو حالة من الرفاه النفسي الإنسان يكون قادر يواجه ضغوط الحياة ضغوط العمل الطفل والمراهق يعرف يتعامل مع صعوبات المذكرة يقدر يتعامل مع الامتحانات بدون علق بدون توتر حالة من السلام النفسي الرواقان يعني أن يكون راي مثلا مهادي هادي بالمعنى النفسي اللي بنتكلم عليه هو شخص متزن نفسيا متزن نفسيا يعني محصن أو بقول دايما مضاد حاوي باخد جزء من المكروب هو محصن ضد تعرضه للأمراض النفسية أو ممكن أقول التروم الأول الصدمات مثلا أو كده الصدمات علشان من خلالها هو هيكون محصن اللي هو ما يجلوش اضطراب وبناء على عليه بعد الاضطراب هيكون عضر مرض النفسي فلوه لو محصن من البداية ضد الصدمات عشان خاطر اللي فيه حاجات فيه بداية المراهقة أو الطفولة المتأخرة لو جالت روما والأهل ما خدوش بالهم هيطلع شخص ما عندوش تماما أي قدم للصحة النفسية طيب ساعات بنقول إن بيت مريض اكتئاب ومش حاسين به يعني ممكن يكون عندي ابن مراهق بيعاني من الاكتئاب ما بحسش به ما بحسش إنه بتعمل عادي إزاي قدر الفروق البسيطة لنا قدر أقول لابن كلا أنا لازم أحاول أساعد ابني أو بنتي طيب فكرة اللي أنا أخد بالي من العلامات الممكن تظهر هي في حاجات إحنا دائما بنقول علامات لو ظهرت مع بعض إحنا عندنا مشكلة يعني لو ابني بدأت تظهر علامات عليه إنه هو بدأ يجيله سوء تغذية مع كوابيس أو هلع ليلي مع إنه هو يقيمة الأكستريم تماما يقيمة يكون عنيف جدا وعضواني يقيمة نعزالي وانطوائي تماما بدأ يجيله سوء في التحصير الدراسي تشتت انتباه نقص في درجة التركيز خايف من المجملات حتى أقرب الناس لي مش عايزة تعمل مع حد حتى لو كان قريبه أو أخواته بدأ السلوكه يتغير بدأ يعيط في أوقات غريبة بدأ يخاف من الضلمة الخوف بدأ يتوصل لأكتر من حاجة ما أقاش عنده الرغبة ليه من حاجة التواصل أكتر من حاجة من حاجات دي ستوب كده أنا بدأت يبقى عندي مشكلة وخصوصا إن بداية الصدمات قد تبدأ من الفطام أو صدمة في حياتك طبعا صدمة الفطام لو إحنا في ناس كتيرة جدا الفطام بيبدأ نحط شطة في بقه نبدأ نزعقله فيبدأ عليها إسقاط نفسي يحط صباح جوه بقه مدى الحياة كنوع من أنواع النشوز الدفاع عشان أزى والدته عشان أوقات الأطفال ما بيرضعه أنا ممكن أعد والدتي فالأم بتعني شوية الطفل فهو مش فاهم فهو بيبدأ إيه إذا والدته لو ده ما عدتوش لو حصل وما عدتوش تأكدني إن إبني يحصلوا المشكلة طيب دكتور هل كتر التعرض للصدمات يديني زي أجسام مضادة كده أو مضاد حيوة مثلا كأني أخذ مضاد حيوة ضد الصدمات فأعرف أتعامل بعد كده ولا ده بيؤثر على صحة النفسية بيؤثر على الصحة النفسية ده بيخلق مننا مرضى نفسيين حسنا محدش بيجيله فهي أمارات نفسي هي لازم تجيله صدمة والصدمة يا إما كانت بسيطة حد ساعده يعني خلينا نقولي إحنا دهنا شخصية عامة وشخصية خاصة الشخصية العامة إحنا قديم مع بعض بنتكلم في الحلقة دي الشخصية بتاعتي مش الشخصية الداخلية الخاصة بتاعتي الحقيقية بتاعتي دينا متنكرة دلوقتي دينا متنكرة دلوقتي دي من الشخصية الحقيقية تقامل شخصية لازم كلنا عندنا فيس تقامل شخصية عشان نعيش الحياة ودي مش كده مش كده عشان خاطر أنا بتخيل إن أنا الشخص اللي عديت الصدمات النفسية ومش بتخيل إن الحدث اللي حصل أصر فيك طبعا في العالم باطن ده اللي أنا كنت بقول لحضائك عليه نحنا ممكن يمر بأزمة كبيرة جدا تغيرنا 180 درجة تغير حياتنا وتغير نظرتنا للحياة ومن داخلية أن يكون نفسيا أي مشكلة صويرة بتقدر تأثر فينا بشكل كبير على غير قبل كده إحنا كنا أقوى من كده بكتير لكن في مواقف معينة هشاشة نفسية كبيرة جدا ما منحسش بيها بقى لبعد فترة معينة ده السبب إيه طيب السبب إيه أي حدث بيحصل لنا فبيجي لنا مشاعر لو كانت إيجابية هيبقى موضوع تحدي وعمل زي البنزين أنت بتحركي ويعيش حياتك طيب لو كان سلبي بيعلي من الكورتزون فبتلاقي أنه مستوى الضغط النفسي بيزيد بس أنت بتعملي هولد بتعملي توقف بسيط لفترة ما فبيحصل لك حاجة اسمها مع حالة احتلال المشاعر أنت بتحاوي تبيني أن أنت شخصية كويسة بس مع الضغطات النفسية بحصل لك احتلال المشاعر فالعالة البطن بيسترجع على المشاعر السلبية حاجة اسمها جي إيل جي إيل هي الحاجات الخاصة بمشاعر الحزن بتلاقي نفسك عندك تقلبات مزاجية عندك مزاج عصبي في بعض الأوقات بتلاقي نفسك عصبية مش عارفة ليه أو انطوئية تماما مش عايزة تتعاملي حاسة أن في مشاكل في النوم التفكير لا يتوقف فبتحاولي أنت الفيس بتاعك لا أنا كويسة بس ما زال أن الزكريات عاملة أفكار فالأفكار دي بتأثر حتى على أعضاء الدخلات على الجسم هل يا طرد ده علشان كده بيقولك لما تتعرض لصدمة خد وجحها للآخر يعني ما تحاولش تعديها لأعيش في الصدمة وخد تفاصيلها كلها وعشان تقدر بعد كده ما تأثرش عليك ده حيي ده حيي يعني أنا بقول مرحلة التروما لازم تفرغي مشاعرك عشان لو أفرغي مشاعرك قد يحدث لكي مشاكل صحية رعيبة بس بعد تفرغي المشاعر أنت محتاجة برضو استشارة حد متخصص عشان خاطر بيعملك بريم ماب أو خريطة مخ جديدة حاجة اسمها الرسيد الزهني والالتجاه الزهني يبدأ يديك رسيد الكرة التانية أنا بدأ أعاز أتكلم فلازم مشحن فلازم يديك معلومات جديدة في الشحن اللي رايح للمخ في العل الباطن عشان يغير المعلومات فيبدأ اتجاه الزهني اتجاهاتك تبدأ تختلف بس لو أنت فرغت المشاعر دون أنت تحطي البريم ماب بتاعتك الجديدة فأنت ما غيرتش المعلومات فأنت برضو عملتي هولد فيتذكر المخ كل الزكريات الأليمة والمشاعر اللي أنت عديت عليها طيب دكتور إيه علامات الصحة النفسية علامات الصحة النفسية أن الشخص يعرف ينام القدر الكافي دون أرق يبقى التغذية معتدلة قادر يتعامل مع الناس قادر يتعامل مع الضغط النفسي أنه لا ينتهي بس هو مضطر يتعامل معاه قادر يجازف مش عايزة أقول يتهور بس قادر يجازف علشان خاطر من علامات أن أنا عندي مشاكل في الصحة النفسية على الخوف المخاطرة أو المخاطرة المحسوبة علشان الأشخاص اللي تعرضوا لمواقف سلبية بيخاف أنه خاطر اعتقادا منه لا أنا كده تمام أو المخاطرة المحسوبة أنا دوقتي طالع أتكلم عشر كلمات ده مخاطرة محسوبة أمشي من هنا لحد هنا القولبة أني شخص لا يتغير أنا خايف أن أنا أخرج برق قولبة والشكل بتاعي أني أنا معتاد عليه التشتت وعدم تحديد أولويات عدم قدرتي في الحياة على أن نحط نظام وكمل عليه علشان هو بلا دافع فبلا دافع دي أنا دايما بقول أسد وغزالة الأسد دايما عنده الدافع أنه ما كانش غزالة هيموت من جوة وهو عارف أن الغزالة أسرع منه والغزالة عندها خوف خيالي ما عندهش قادر من الصحة نفسية فبتخاف خوف خيالي بتحط أفكار وهمية لم تحدث عشان كده بيعرف يستطيع بالزبط سرعياتها بتجري في زجزاج سرعياتها بتقل فالأسد بيعرف في كل يعني الصحة النفسية بتاعتنا لو ما كانش القوية بتخلينا الأشخاص ضعفاء وبنستجيب أكتر لزي ما بقى فريسة بدلا ما بنكون نحن الصياد بنكون الفريسة لأي حاجة في مجتمعنا أه طبعا يعني وخلينا أقول أن الصحة النفسية هي عبارة عن أفكار والأفكار دي بتبقى كلمات يعني أنا عندي فكرة أنا قدر النهاردة في الحلقة أقدر أتكلم كويس تبقى كلمة فالكلمة دي بتديك يا إما تحدي يا إما مشكلة فبيديك صوتين دائما بيسموها في تعديل السلوك صوت المعالق أو صوت اللعب صوت المعالق هو المعالق اللي ما بحيبش لعب معين فيقعد يقعد ينقض هذا اللعب تماما فأنت نفسك تدائم اللعب دائم اللعب تلومي نفسك أو تفتكر الزكريات الأليمة صوت اللعب زي الأسد اللي عنده دافع والتحدي إنه يحول كل مشكلة الألم اللي دافع ونقطة الضعف ونقطة قوة وإنه هو يشوف إن المواقف اللي هي تتغير إنما نحن ومن إحنا اللي بنتعامل مع المواقف عشان اللي ما عندهش قادر من الصحة النفسية بينتظر كحجة أو إسقاط نفسي إنه زي تتغير إنه لا يتغير الفكرة إنه إزاي أتعامل معها وشوفها نوع من ألمها التحدي بتتكلم دلوقتي قلت عن اللاعب والمعلق وطبعا إحنا دائما لما بنيجي نتكلم عن ماتشاط الكرة بيقود دائما يكون فيه معد نفسي موجود مع اللعبة هل أنت شايف إن الشركات محتاجة حد متخصص نفسي مثلا يكون موجود للتعامل مع الموظفين لو شايفين مشكلة مثلا عند الموظف معين فيه اضطراب نفسي حتى لو كان بسيط عند الموظف يبتدوا يتعاملوا معا أنا شايف دي مهم جدا عشان إحنا عايشين يعني حتى في حول الإنسان أنت لازم حقك في الصحة والصحة العقلية هي اللي بتأثر على الصحة البدنية وفيه تجارب كتيرة جدا يعني سريع يعني ثلاثة يابانين دخل جوة تلاجة كان عايزين يشوفوا حاجة اسمها التأثير وهم الإيجابي وتخيلوا لهم حرانين بعد نصف ساعة بدأ يعرقوا فتحليل الطب النفسي اللي قدر وحيد اللي وصل المخ أنا حران فالمخ اقتنع بحاجة غير حقيقية وصلت للغدد إشارات عصبية أنا حران فبدأ يعرقوا فلازم دايما حد يقدر يعلمني تفريغ المشاعر وتفريغ الضغوط عشان دي حاجة أسفر حياة ولازم يعلمني مصطلحاتي جديدة في حياتي اللي أنا لازم أعدي إزاي إزاي يعني عندي إنظابات في حياتي إزاي حط سيستم إزاي يعني عندي انسجام كمان مع بيئة العمل أو معزومة لا طبعا لازم نبدأ من النشق يعني في المدارس كمان لازم نهتم بالصحة النفسية لأولادنا ويمكن ده تجاه الدولة المصرية لآن إحنا مش بنهتم بس بالشكل العام لكن الحالة النفسية لأولادنا دي مهمة جدا علشان بنخلق إحنا بيبقى عندنا خلاص المجتمع اللي جاي بقى مجتمع صحي نفسية وده أهم حاجة يعني طبعا المودرة الياسية بداية جديدة الإنسان هي بيتستهدف من أول سفر لحده كبر فمن أول سفر دي إحنا بنتكلم عنده عشر سنين تسعين في المية من القائمة اكتملت بنتكلم عندي عشرين سنة مية في المية من القائمة اكتملت فأنا شايف دي البزرة اللي إحنا مرزعها أطفال الصغيرين صحيح يئما نطلع شخص سوي يئما نطلع شخص ما عندهش قادر كافي من الصحة النفسية احنا بنشكر حداك نورتنا شكرا نجدين عوجودك معانا النهاردة دكتور نور أسامة استشاري تعديل السلوك وعضو المجلس القومي للطفولة والأموم نورتنا وبشكرك على المعلومات المهمة جدا شكرا نفر شكرا لك مش هديني بعد مجز لهم الأخبار مع محمد شكرا محمد التاسعة صباحا لتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من الترفيزيون المصري ألان بكم يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإيرترية أصبر في زيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الإيرتري السياسة فورقي ومن المقرر أن تتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوبهم المنطقة نفت وزارة الخارجية مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق وأوضحت الخارجية أن مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع تأتي في خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين بالسودان وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين وكما دعت الخارجية المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميليشيا الدعم السريع تستأنف اليوم الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة بين حركتي حماس وفتح لليوم الثاني على التوالي تناولت اجتماعات اليوم الأول التطورات السياسية والميدانية في المناطق الفلسطينية مع التأكيد على توحيد الصف الفلسطيني وبحث الترتيبات المتعلقة بالتحديات الراهنة تأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الجهود المستمرة لتوحيد الصف الفلسطيني في ظل التصعيد ضد قطاع غزة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في قطاع غزة قال المفوض العام لوكالة الأنوروى فيليب لازاريني إن ظروف المعيشة في قطاع غزة أصبحت لا تحتمل وأن القطاع على شفير مجاعة من صنع الإنسان وحذر لازاريني من أن الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة التي تعتمد على نية التحتية للأنوروى قد تتفكك إذا اعتمد قانون حضرها داخل إسرائيل وأضاف لازاريني أنه يتعين على مجلس الأمن أن يقرر إلى أي مدى سيتسامح مع الأفعال التي تضرب التعددية وتهدد السلم والأمن من جانبه أكد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن عمار بن جامع أنه على مجلس الأمن التصرف لإنهاء الحرب في لبنان وغزة حتى يتمتع بمصداقية وأضاف بن جامع أن 96% من سكان قطاع غزة يواجهون الأزمات وأسوأ مستويات عدم الأمن الغذائي مشيرا إلى إسرائيل استخدمت التجويع سلاحا كجزء من عملتها للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني أعلن البيت الأبيض أن الاتصال الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تناول الرد الإسرائيلي المحتمل وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الاتصال كان مباشرا وبناء للغاية مشيرة إلى أن بايدن حث نتنياهو على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في لبنان كما أضفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بايدن أكد خلال الاتصال أن المعاناة في غزة ولبنان تظهر الضرورة الملحة لإنهاء الصراعات وإرساء أسس السلام والأمن الدائمين أفاد التلفزيون السوري الرسمية بأن إسرائيل شنت غارات جوية استهدفت منطقة صناعية بريف حمص وموقع عسكري في حماه وذلك دون وقوع خسائر بشرية أما في لبنان فقد واصل جيش الاحتلال قصفه العنيف على مناطق عدة حيث أعلن الدفاع المدني اللبناني أن غارات استهدفت بلدات دردغية وأرزون جنوب لبنان ومحيط مدينة بعلبك بالبقاع شرق لبنان من جهته أفاد حزب الله بوقوع اشتباكات مع قوة إسرائيلية متواغلة جنوب لبنان كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في تلك المعارك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد سبعين ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة باليمن مضيفة أن السلطات تجري تحقيقا وأضافت في بيان أن ربانا سفينة أبلغ عن إصابتها بقذيفة غير معروفة وأنها تعرضت لأضرار لكن لم يتم رصد أي حريق أو خسائر بشرية وجاء في البيان أن التقارير تشير إلى أن أفراد الطاقم لم يصب أي منهم بأذى وأن السفينة تتواصل الإبحارة إلى ميناء الرسو التالي انتهى موجز التاسع عودة لاستكمال باقي في قراءة برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل في لفتة إنسانية بعد تدول فيديو لمواقع التواصل الاجتماعي كان فيه مبارح استقبل السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطالب علي حمادة محمود وهو تلميس بالصف السادس الابتدائي بمدرسة ذات النطاقين بصفة اللبن في الجيزة الطالب ظهر في الفيديو وهو بيبيع بعض المنتجات داخل محطات المترو بعد انتهاء يوم الدراسي تكن في محاولة منه علشان يساعد أسرته طبعا خلال اللقاء الوزير أشاد بالطالب طبعا وعلى اجتهاده الدراسي وتفانيه في مساعدة أسرته خاصة أخوه الصغير اللي بيتلقى العلاج فيه مستشفى سرطان لأطفال 57-53-57 وأكد كمان تقديره للروح الإيجابية اللي بتجمع بين العمل والدراسة في ختام اللقاء وجه الوزير بعفاء الطالب من المصرفات الدراسية لحد ما يخلص مع حالة التعليم قبل الجامعي كمان وجه مدرية التعليم بالجيزة بمتابعة حالة الطالب وتقديم كافة أشكال الدعم التعليمي له كمان بالإضافة للتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإجراء بحث اجتماعي شامل لأسرة الطالب لتقديم الدعم اللازم قريب جدا خلال كام أسبوع كده هتطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإعلان الجديد لشؤى الإسكان الاجتماعي وحدات سكنية بمساحات وأسعار متنوعة عشان تكون ملائمة لمختلف مستويات الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة كمان يديه بالفعل وده مهم جدا أن المشروعات الإسكان دي بتوفر فرص كبيرة قوي أن كل شبابنا يكون عندهم شقق سكنية في أماكن رقية وجيدة بشكل كبير تفاصيل أكتر عن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط معنا على تليفون أستاذ أحمد حسن مسؤول ملف الإسكان بجريدة اليوم السابع صباح الخير صباح الخير عليكم على كل المتابعين 70 ألف وحدة سكنية موزعة في مختلف أنحاء الجمهورية اللي بيميز الإعلان ده عن الإعلانات السابقة اللي تم طرحها بالفعل من قبل وزارة الإسكان خلينا بس نأكد أن وزارة الإسكان من 2014 وقاصة منذ طوال السيد الرئيس عبدالك التحسي في مسؤولة حكم البلاد وحتى الآن طرحت أكثر من 18 إعلان في المشروع في المشروع الإسكان الاجتماعي يتحول برعاية السيد الرئيس لمشروع سكن لكل المصريين بحيث أن يكون هدف المشروع توفير وحدات سكنية لكافة المواطنين سواء محدود الدخل أو متوسط الدخل خلال الفترة اللي فاتت وخلال 18 إعلان تم طرح أكثر من 950 ألف وحدة سكنية حتى الآن تقدم لهم أكثر من 2.5 مليون مواطن المستفيدين حتى الآن حوالي 81.5 مواطن من مشروع سكن كل المصريين وهو كان اسمه مشروع الإسكان الاجتماعي السيد الرئيس كان المهندس شريب شربيني أعلم خلال حوالي 3 أسابيع أنه خلال شهرين سيتم طرح حوالي 70 ألف وحدة سكنية لمحدود ومتوسط الدخل 60 ألف وحدة سكنية لمحدود الداخل و10 ألف وحدة سكنية لمتوسط الداخل بميز الإعلان ده أنه يعتبر خلال الأربع سنوات الأخرى هذا يعتبر أكبر إعلان يتم طرحه في تضمن أكثر من 60 ألف وحدة سكنية في أكثر من 22 مدينة مختلفة سواء داخل القاهرة أو داخل محافظات الصعيد أو في مختلف المحافظات على مستوى الجمهوري بحيث أنه يتم توفير وحدات سكنية لكافة المواطنين وتطبيق سياسة الوزارة اللي هي سياسة الدعم والإتاحة الدعم لمحدود الداخل والإتاحة لفئة متوسط الداخل جميل جداً أستاذ أحمد نظام الحجز بيكون ماشي زيفاً؟ بالنسبة لكلام عن مشروع الإتاحة الاجتماعية دايماً الوزارة بتسعى لأنه يوصل الدعم لمستحقين بالتالي بيتضع شروط لتتعلق بالحد الأدنى والحد الأقصى للداخل بالنسبة للحد الأدنى اللي هيكل عن 1500 جنيه والحد الأقصى بالنسبة للأعزب لا يزيد عن 6000 جنيه وبالنسبة للأسرة ما يزيدش عن 8000 جنيه ده بالنسبة للداخل الشهري بالنسبة للشروط الأخرى التي تتعلق به لازم يكون من هو من موليد المحافظة الراجب في التقدم فيها أو العمل بها ممكن يكون من العاملين فيها يكون مكان العمل بتاعه فيها أو يكون من المقيمين بها يعني فيه ثلاث شروط أي شرط متواصر في المواطن يقدر يتقدم يعني ما ممكن يكون من أي محافظة خارج الكهرة ولكن العمل بتاعي داخل الكهرة أو داخل الجيزة بالتالي أنا من حقي أتقدم في المدن المحافظة اللي أنا أرغب أتقدم فيها لو أنا مثلا شغل في الجيزة في أي مكان في محافظة الجيزة بالحقي أتقدم في مدينة أكتوبر أو حداء أكتوبر أو أكتوبر الجديدة بالنسبة ده ده الشرط الشروط الأخرى أما بالنسبة للأوراق الأخرى أنه لا يكون الشروط الأخرى أنه ما يكونش المتقدم حصل على أي دعم قبل كده سواء في صورة حصول على أرض يعني أراضي من الإسكال الاجتماعي اللي كان تم تحاصل في دارة الصابقة أو تكون زوجته أو أحد أفراد الأسرة حصلت على وحدة سكنية قبل كده يعني بالتالي هم الدولة أو الوزارة بتحاول يكون توفر وحدة لكل مواطنة ولكل أسرة وتمع ظهيرة المتاجرة بالأراضي والوحدات السكنية اللي كانت بتحصل قبل كده يعني في العهود المتابقة كان الأسرة أو المواطن والتجار كانوا بيستغلوا المواطنين هم بيدرهم فلوسهم هم بيأخذوا باسمهم أكثر من قطعة أرض أو أكثر من واحدة سكنية وبعد كده بيبقوا يبقوها وكنا بنشوف ظهيرة المتاجرة في أراضي والوحدة السكنية يعني ذلك الشروط دي هي شروط متعلقة فقط بمشروع الإسكان الاجتماعي اللي هو موجه لمحدود الداخل اللي هو بيتم دعمه سواء في الأرض أو سواء في التنفيذ أو سواء فيه دعم نقدي يعني الدعم النقدي وصل حتى الآن 9.5 مليار جنيه يعني دعم نقدي يعني الوزارة الوحدة بتكون مدعومة فيه تكلفة التنفيذ يعني المواطن بيحصل عليها بأقل من تكلفة التنفيذ وفيه دعم نقدي بيوجه ليه بيكون على الأقصات يعني لو أنا قصتي 750 جنيه في الشهر بيحصل على دعم نقدي بيتراوح من 5.000 جنيه لـ 60.000 جنيه على حسب الدخل الشهري وبيتم توجيهه على حسب يعني أنا لو داخل 1.500 جنيه بيأخذ أعلى حد من الدعم النقدي وهو 60.000 جنيه وده يوجه يتم تنفيذه على الأقصات يعني لو قصتي 750 أو 900 جنيه بيأني شوية هادش على 500 جنيه أو هادش على 600 جنيه ده بالنسبة لدعم نعم لو هادكيها معان المشروع الموجه لي عشر تلاف أخرى الموجهين لمتوسط الدخل ده ما فيش أي شروب تتعلق بالإقامة أو المواريد أو الدخل لأن هو الوحدات بتكون كيمتها أعلى وده أبارة عن مساحة الوحدات في الوحدات بالنسبة للمشروع ساكن لكل مصريين وموجه لمحدود دخل 90 متر أما بالنسبة للمشروع ساكن لكل مصريين لمتوسط الدخل بتتراوح ما بين 100 إلى 120 متر وبتكون فيه وحدات مهيزة وبالتالي ما فيش حد أدمى ولا حد أقصى لدخله بحيث يتوح ولا شروط الإقامة ولا المحافظة بحيث يتيح الفرصة لأكتر من مواطن فأي محافظة هيتم التسليم أمتى بالزبط؟ يعني تسليمها أمتى هيكون؟ طيب لو هنتكلم عن الإعلام الخاص بال70 ألف وحدة ساكنية ده التسليم هيكون خلال 3 سنين من تريح التقدم للإعلام أما لو هنتكلم عن الطرح الحاري اللي أعلنت عنه وزارة الإسكان وهو عبارة عن حوالي 6500 وحدة ساكنية دول وحدات جاهزة للسكن الفوري يعني للتسكن الفوري دي على أساس أنها وحدات متبقية من إعلانات أخرى وهي عبارة عن أربع مشروعات مشروع ساكن مصر ومشروع دار مصر ومشروع جنة مصر بالإضافة إلى مشروع الإسكان المتميز يعني حوالي 1100 وحدة ساكنية المزارة أعلنت عنهم هيبدأ الحج فيه معتبارا من يوم 27 أكتوبر الكاري وحتى يوم 26 ديسمبر المقبل إن شاء الله إن شاء الله أنا بشكرك شكرا جزيلا هنكاتب صحفي أحمد حسن مسؤول ملف الإسكان بجريدة اليوم السابع خلينا بقى النهاردة نختم حلقتنا ختام مختلف شوي النهاردة احنا نحتفل مع حضراتكو بعيد ميلاد الكنج محمد مونير صوت النيل وأسطورة الغناء العربي النهاردة بيحتفل بعيد ميلاده طبعا إحنا لازم نقوله من خلال برنامجنا صباح الخير يا مصر يا كينج صباح الفل كل سنة وانت طيب كل سنة وانت طيب يا كينج وقباسين كتيرة جدا يعني جاية مونير طول عمر ورمز للفن الراقي اللي بيعبر فعلا عن هموم الناس وأحلمهم ونقطة واصلة بين ثقافات الشرق والغرب يحتفل اليوم الفنان الكبير محمد مونير بعيد ميلاده والذي يعد واحدا من أهم وأبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي تميز مونير بطابع خاص ومختلف مكنه من الحفاظ على مكانته بين جمهوره منذ أول ظهوره في السبعينيات وإلى الآن وهو ما جعل الجمهور يمنحه لقب الكينج عن جدارة تميزت أعمال الكينج بأنها متفردة ولا شبيهة لها على الساحة فهو يمتلك صوتا نادرا مما جعل الجمهور يرتبط بأعماله الفنية لتميزها الشديد خاصة وأنه يقدم لونا غنائيا خاصا به وكان لديه مشروعات غنائية مختلفة ولد مونير في قرية منشية النوبة بأسوان في عام 1954 ثم انتقل مع أسرته للعيش في مدينة القاهرة وتخرج في كلية الفنون التطبيقية في قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون ولحبه للغناء حاول أن يصل صوته إلى الدائرة النوبية المحيطة به فوصل إلى الفنان أحمد منيب الذي تبناه فنيا ودربه على ألحان لأغنيات نوبية وغير نوبية تخرج مونير من كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان وكانت بدايته عبر اللقاء مع عدد من مطربين نوبة وشعرائها خاصة المطرب زكي مراد الذي ساعده على دخول عالم الغناء وكانت البداية الحقيقية لمحمد منير بانضمامه لفرقة هاني شنودة الموسيقية وشجعه أخاه الأكبر فاروق الذي كان يتمتع أيضا بعذوبة صوته ووجد في أخيه الأصغر الحلم الذي طالما حلم به وجاءت الانطلاقة الأولى لمونير من ألبوم أعلمون يعنيكي ثم قدم ألبوم شبابيك الذي حقق نجاحا منقطع النظير بعدها قدم مونير العديد من الألبومات الغنائية التي بلغت سبعة وثلاثين ألبوما منها اتكلمي والبارئ ووسط الديرة وأسامينة وفعش البنات وأنا قلبي مساكن شعبية وطعم البيوت وباب الجمال خاض مونير تجربة التمثيل من خلال التعاون مع كبار المخرجين مثل يوسف شهين الذي قدم معه فيلمي حدوتة مصرية والمصير كما قدم للسينما أحد عشر فيلما منها يوم حلو يمر حكايات الغريب شباب على كف عفريت والبحث عن توت عن خأمون كذلك اشترك مونير في بطولة ثلاثة أعمال درامية هي علي عليوة وجمهورية زفتة والمغني رمضان كما اشترك في بطولة ثلاث مسرحيات هي الملك هو الملك وملك الشحاتين ومساء الخير يا مصر يمشي وراء جبل والساحل اللي عذابها في قلبي الساحل حصل مونير على العديد من الجوائز منها جائزة السلام من قناة CNN عن ألبوم الأرض السلام والجائزة الماسية من باما أوردز وجائزة أفضل مطرب في مسابقة ماما يوليو 2008 كما تم تكريمه من إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الثلاثين وفاز بالجائزة الفلاتينية لأحسن مطرب مصري وعربي عن أغنية ياسمينة التي شاركه الغناء فيها المطرب العالمي عادل الطويل كما حصل على المركز الثالث في الاستفتاء الجماهيري الذي نظمته قناة روسفن لمسابقة أفضل أغنية في ألمانيا وفازت أغنية الليلة ياسمرة في استفتاء لأفضل خمسين أغنية إفريقية في القرن العشرين إضافة إلى العديد غيرها من الجوائز حصل محمد منير على عدة ألقاب في مشواره الفني كانت بالفعل واصفة لشخصيته الفنية الفريدة التي حققت نجاحات كبرى بالعديد من دول العالم ومن أشهر ألقابه ابن النيل وصوت مصر وأيضاً الكنج حيث منح هذا اللقب من جمهوره الألماني عندما شاهدوا فيه ملامح المصريين الحقيقية بالإضافة إلى طريقته المختلفة في الغناء وصوته العذب الذي كان يعبر عن الجميع كما حصل أيضاً على لقب الأسطورة من مهرجان دافباما الألماني وذلك بسبب تربعه على عرش الغناء لعدة عقود في الوطن العربي وإفريقيا ومن أشهر أغاني التي حققت انتشاراً كبيراً شجر اللمون بالحظ وبالصدف أنا قلبي مساكن شعبية شمندورة وعلي صوتك بالغنى إضافة إلى غيرها من الأغاني المميزة علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ولسه يا ما يا ما يا ما يا ما في عمرنا ولم تقتصر شهرة منير على العالم العربي أو أوروبا بل امتد أثرها إلى كوريا واليابان وماليزيا ونيجيريا وتايوان وأفغانستان وصولاً إلى رومانيا وروسيا وغيرها من الدول حول العالم وهو ما جعل محمد منير ليس مجرد فنان بل هو رمز يمثل صوت المصريين الحقيقي ويشكل جسراً ثقافياً يربط الشرق بالغرب فصوته لا يزال يصدح في أذان محبيه حول العالم ليظل دائماً وأبداً الكنج طبعاً ما فيش شك لون مختلف ومن الفنانين اللي نادر أول نوعه يحافظ على جمهريته من أول مظاهر لحد دلوقتي الجمهور جيت حتى احنا شفنا في حفلة العالمين شباب صغير يمكن نقول أطفال كمان في عمره صغير ضداً بيغنوا للكينج محمد منير فده دليل على أنه مؤثر محطات فنية وتاريخية مميزة في مسيرة الكنج محمد منير هنتكلم عنه دلوقتي مع الناقض الفني لأستاذ خالد محمود صبع الخير عليك يا أستاذ خالد صبع الخير يا أستاذ محمد يا أهلاً بيك واحنا نبدأ تكلم عن المحطات الفنية المختلفة وإزاي اتشكلت شخصيته الفنية وتأثير كمان البيئة النوبية أو المجتمع النبي على شخصيته الفنية أولاً سعيد بالتقرير التاريخي العظيم اللي انتو عملتوه عن محمد منير نشكراً احنا لما نتكلم عن منير مش بنتكلم عن مطرب عن عاشق للموسيقى عن بولهم منير رسالته أكبر من كده بكثير قوي منير يعني النبع من الجذور ويمكن الحياة أو جدته عشان يبقى مؤثر في الأجيال مونير أنا رأيي الشخصي حتى لما كتبت عنه قلت أنه بركنا الأحلام أنا من وليد أكتوبر زيه ولما سمعت أغنية مبارح كان عمري عشرين حسيت أنه في سنين راحت كتيرة قوي ما بين أحلام تحققت وأحلام لم تتحقق لكن لما تسمع مونير وهو بيغني يقول لك لسه الأمانة الممكنة تحس أنه بيديك طاقة أخرى لتتجاوب مع الحياة وأنك تقدر تعيش وأنك تقدر تحلم وأنك تقدر تتجاوز مونير سائر في أغنية زي أي سائر بيصور حوالي أشياء يمكن بيعفق الدمعة لكن في نفس الوقت بيتخطى هو بيعبر عن كل المشاعر الحلم والحب والغضب والثورة والكيان والإحساس بالذات وتجي تسأل نفسك هو ليه مثلا واحد زي يوسف شهين جابه في حطوطها مصرية وده اللي لسا كنت أسأل حضائك عنه يعني هو ليه بصمات كبيرة جدا في الغناء يمكن كل غنية معلمة فينا بشكل كبير في فترة عمرية من سننا لكن كمان كان ليه بصمات كبيرة جدا في مجال السينما والدراما ويعني عملوا مع يوسف شهين المخرج العالمي ده خطوة مهمة جدا في تاريخه الفني طبعا بصي هو دخل السينما من أوصع بوابها وأنه يوسف شهين تفكيره كان دايما تفكيرش مولي مجتمعي في السينما يعني ما كانش بطل على الشاشة بطل عنده قضية شخصية عنده هم اجتماعي وهم سياسي وإلى آخر وعشان كده لما لما افتعان بمونير كان حاسس أن مونير هو الصوت وحتى الصورة اللي هي قدر يعبر بها عن آآ كل الأحلام والكينات والأفار والأهداف اللي عاوز يحققها للمسا على الشاشة انه هي قدر يقول لسه الأغاني ممكنة انه لما جابوا حتى في المصير الأغاني اللي غنها مونير هي اللي عملت النقلة الدرامية الكبيرة والتحاولات في مصار أبطاله آآ في حدوتها مصرية برضو هو فعلا بصي الأسماء دي ما تبنتش من فراغ لما تيجي تعيدي سماعت لهذه الأغاني شوفي حتى وقفت مونير على الشاشة جنب حضرتك فيها إحساس مصري وميزة كمان ومختلفة متفرد متفرد فيها إسرار هو بيبصلك جوه عينك لكن بيشاور جوه قلبك بيخطبك في عقلك جورينكين ربنا منحوا في طريقه مجموعة من الموسيقين وكتاب الأغاني بدقوا وعبد الحين منصور وإلى آخره وزاكي مراد وإحمد منيب طبعا شوف أنت بيقول أسماء مهمة أوي طبعا مرتبطة بس أغانيها العظيمة بصوت زي محمد منير هم 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 دول اللي عملوا التركيبة اللي جوهم من بعيد أوي عشان ينوروا مش بس القاهرة ينوروا الكون كل وبعد كده يروح لمرحلة أخرى لهاني شنودة آآ طبعا شوف هاني شنودة ده آآ موسيقار آآ موسيقار عظيم جدا آآ آآ يعني أنا 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 حطيته آآ في في ذهني لما سمعت له موسيقى المشبوء لكن أدركت بعد كده هو ليه كان وراء كل الأصوات دي وليه آآ كان بيكتشفهم وليه كان بيدور دايما عن البصمة المميزة يعني ما تقوليش بالصدفة أن حد جاب محمد منير وحد جاب عمر الدياب وحد آآ جاب جاب الشباب بفرقة المصريين يعني بص الموسيقى الحقيقي هو المتجاوز ومنير آآ آآ صوت متجاوز صوت يحمل رسالة صوت تخلق علشان يكون آآ مش مجرد مطرب بتسمعه في الراديو احنا بنستمتع بمطربين كلهم طبعا لكن ده لما توقف وراء كل أغاني لما يقولك لما الشتاء يدق الببان يا جماعة هو دايما بيحذرك من مشهد قادم وبيقولك اتعامل معاه بالمشاعر التالية دي نوعية من الأغاني ونوعية من الأصوات دايما محطوطة بتعمل أمكناب في العالم وبتعيش سنين وسنين صحيح زي كمان خلنا يا أستاذ خالد ندور على بعض معاني الكلمات اللي هي النوبي يعني مثلا لما بنلاقي فيه مطرب بيغني وبيستخدم بعض الكلمات اللي احنا مش عارفينها اعتقد ان احنا يعني ما بنكونش فيه اهتمام بهذا النوع من الغنى لكن احنا كنا حريصين كل الحرص على ندخل عشان يشوف قونية مثلا يا شماندورة ونشوف معاني الكلمات اللي هو استخدمها ايوه فدخلنا فيه حلقة واصل كده بص انا عاوز اقولك على حاجة يعني الجيل الجديد اللي هو الجيل الزدي ده اللي هو يقدر يطلع مطرب وينزل مطرب اه مونير تجاوزه حتى وهو مش مستوعب بعض الكلمات لكن الحالة العامة الحالة الصوتية والروحية والموسيقية والاحساس العام في في اغاني مونير وصلت طب نعناع الجنينة كثير قوي لما نزلت في ناس وقفت قدام كلمات لكن شوف هزا هزا الرواج الكبير اللي عملته وحدثته في الشارع يا راجل ده الغنوة دي كانت بقينة الافراح يعني وبعض الناس مش فاهمة كلماتها بس بترددها شوف الحالة هو مونير قدرت زي ما قلنا عليه في البداية رسالة هو حالة هذه الحالة يقدر يجيب اي كلمات وهو عارف الروح الموسيقية والصوت والاقاع هينقدر ازاي يوصلها ووصل لك كلمات بعدين خلق نعمل الثقافة بقى انت بتقول للناس عارف تدور على معنى الكلمات ففهمتها عشان كده لما يطلع لنا حد تاني من المنطقة دي نقدر نبقى ما عندناش حاجز ذهني واحنا بنسمعه هو خلاص المسألة اتكسرت وهو علشان كده فعلا هو الكنج محمد مونير مفيش غيره قدر ان هو يوصل لنا الاحساس بالطريقة دي في كل الكلمات وفي كل الأغاني وفي كل الأعمال الفنية ودرامية والسينمائية اللي قدمها لنا بشكرك شكرا جزيلا نقد الفني خالد محمود شكرا جزيلا لك بكده مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا بنشكر حضراتكو على المتابعة بكرا ان شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس المعاد وصباحكو زي الفن ترجمة نانسي قنقر